صحوتنا لا بارك الله فيها، سيد القمني، إهداء لأصدقائي، لأحبائي الذين جمعتني بهم الفكرة وهموم الوطن، الاستبداد بمساندة السماء، في بلاد المسلمين معاهد علمية مهمتها تخريج مشايخ الدين للدعوة والوعظ والإرشاد، ويزعم هؤلاء على مختلف فرقهم وتنافر مذاهبهم، أنهم وحدهم الأمناء على دين المسلمين منذ فجره الأول، وأنه لا يحق لأي مسلم خارج المنظومة المشيخية أن يتحدث في شأن الإسلام والمسلمين، لأنه حكر على الدعاة فقط، وهو الزعم الذي يضع مشايخنا أمام مسؤولية تاريخية عظيمة وهائلة، إذا أما آل إليه أمر الإسلام والمسلمين عبر عشرة قرون مضت من الهوان والتراجع والانهزام. والناظر إلى الشارع في بلادنا سيجد المسلمين وقد سلموا أدمغتهم للمشايخ بالتمام والكمال، فلا يخطو المسلم خطوة ولا يأتي تصرفا ولا يقول قولا إلا بعد استفتاء المشايخ، فهو يسير وفق برنامج من الأوامر والنواهي، متى يصحو، ومتى ينام، وكيف ينام، وبماذا يدعو قبل أو بعد، وما هو الوضع المستحب أثناء الدعاء على ظهورهم أم على جنوبهم، لأن المشايخ هم حفظة كتاب ما فرط الله فيه من شيء، لذلك كل شيء عند المشايخ كامل، كومبليت، صالح لكل مكان في مكة أو في الصين أو في المريخ، ولكل زمان مضى أو لم يأتي بعد. وأمام الرهاب المستمر للإله الذي يفرضون حضوره طوال الوقت، ويجعلونه يتدخل في كل كبيرة وسغيرة، ويشغلونه بالتوافه الهينات في حياة المسلم، ليضع له عقوبات مفصلة مشروحة بعناية، فالعقوبات الربانية ألوان وفنون. من شيء البشر على النار إلى القلي في الزيت، إلى التمزيق بأشواك من حديد، إلى الوفاق بالسلاسل الطوال، من جهنم الحمراء إلى جهنم البيضاء التي بيطت نارها لكثرة ما تلضت، ومن عقارب كالبغال المكفى إلى تعابين قروع، إلى عقاب دنيوي في المال والعيال والصحة والمستقبل. فكان أن سلم المسلمون المسؤولية لمشايخهم الذين يعرفون الدروب والأنفاق والمعابر السرية لدين أصبح تقيلا هائلا لكثرة ما أضاف إليه، فأوكل المسلمون للمشايخ مسألة إيمانهم الذي يستعصي عليهم فهمه، ويجهلون فنونه مقابل الطاعة العميها التي هي سبيل النجاة. ومع هذا التسليم الشعبي الجارف لسادتنا المشايخ، فإن حال المسلمين كما ترون فضيحة بجلاجل، فضحونا وجرسونا في العالمين بمقابل لن يغفره لهم التاريخ، وهو عقل الناس الذي أخذوه منهم فقط ليعرفوهم بالله ويشير لهم نحو الله. هذا هو الله، أخذوا عقل الوطن مقابل أن يعرفوهم على الله الذي سيقوم بالتفكير لهم نيابة عنهم عبر دعاته من كل لون ومذهب. وأصبح كل من اتخذ سمت الشيخ من لحية أو زبيبة أو يونيفورم حق له أن يكون داعية ومفتيا يعرف في كل حاجة، ويفتي في كل علم، ويتحدث في كل شأن مما هو فوق الأرض أو تحتها، وفي نهاية الفتوى يختمها بقوله والله أعلم، إن عبارة والله أعلم هي تدريب دائم للعقل لينسحب من العلم ولا يتعامل معه كوسيلة وأداة للمعرفة، لأن الله أعلم عند مشايخنا بينما في العلم نحن من نعلم، وليس في العلم شيء اسمه والله أعلم، إن العبارة إخلاء تام وصريح للشيخ من مسؤولية تفسيره أو فتواه، ويترك السائل مبلبلا، ذهب يستفتي لتزداد حيرته، السائل مسلوب العقل والإرادة يفترض في نفسه أنه لا يعلم شيئا، فذهب يسأل الشيخ الذي يعلن عن نفسه بالفم المليان أنه عالم عارف، فإذا هو به بطوره جاهل لا يعلم، ورغم أنه يكر في النهاية أنه لا يعلم، فإنه يتصرف من البداية على أنه وحده من يعلم مفتاح أي حقيقة أو معرفة صادقة تامة. إن عبارة والله أعلم المشيخية لا تبدو تعبيرا عن تواضع ذات الشيخ العالم، بقدر ما هي تسليم لأن الحقيقة شيء مخفي لا يعلمه إلا الله، ولأن الله هو من أخفاها فهو وحده من يعرفها، هي دعوة صريحة لعدم البحث أو المعرفة أو العلم استسلاما للمشايخ. هذا بينما لم تنتق الأوروبا إلى النهضة إلا عندما كسرت قاعدة والله أعلم، واعتبرت الحقيقة والمعرفة مشاعا موضوعيا لمن يبتغيها ويبحث عنها، وقالت أنا أبحث إذن أنا أعلم. وأن الله قد رضي عن علمهم هذا، فكشف لهم عن كنوز علمه. بحث علماء الغرب فاكتشفوا أن سبب الإصابة بالمرض ليس المس الشيطاني ولا الغضب الإلهي، إنما هي كائنات محايدة لا علاقة لها بغضب أو رضا تعمل على أي جسم حي مناسب لحضانتها لتستكمل دورة حياتها من ميكروبات وفيروسات وجراثين. بحث الأوروبي فاكتشف أن عمر الكون مليارات السنين وليس أربعة آلاف سنة كما يقرر كتابه المقدس، فعلم وتأكد أن كتابه المقدس يقدم له كاتالوجا مزيفا، لأن ماكينة الكون الموجودة تحت حواسنا وآلات رصدنا تقول شيئا غير ما يقول الكتالوج المقدس. لهذا قررت أوروبا أن تنحازل العلم وأحالت الكتالوج المزيف إلى دار المحفوظات الأثرية. بينما المسلمون حتى اليوم يقبلون كتالوجات مزيفة، من كتالوجات السحاح إلى كتالوج الشعراوي إلى كتالوج قرضاوي إلى كتالوج سليم العوة إلى كتالوج فهم هويدي، وهلما جرى، فهم أكثر من الهم على القلب، وإذا كان الدعاة يرون أن لديهم كل الحلول الربانية الجاهزة كأكمل الحلول وأكثرها نجعة لكل شأن في الحياة، فلماذا نحن دون الأمم قبيلة الله المتخلفة التي اختارها رب السماء خيرا للأمم؟ لقد كانت حلولنا مع إسلامنا مطروحة في سوق العالم عبر التاريخ، ومع بالك، فإن العالم الغربي عندما اختار لنهضته لم يختر الإسلام، إنما اختار فلسفة اليونان وديمقراطيتها وفنونها، واختار قوانين الروم ودساطيرهم وفنونهم، ورجع لأوزيرس في مصر القديمة، وعشتار في العراق القديم، وأدونيس في الشام القديم كأفكار إنسانية، كل المعارف والفلسفات كانت مطروحة في سوق العالم للمفاضلة والاختيار، ومن بينها كان الإسلام الذي يتميز عنها جميعا بكونه رباني المصدر، بل إنه يجب كل ما قبله، لكن عند الاختيار العالمي لم يختاره أحد، واختار الجميع غيره، فهل قصر دعاتنا في تبليغ العالم بدعوة الإسلام، واكتفوا بالجلوس بيننا يدعونا نحن إلى الإسلام بعدما أسلمنا بألف وأربعمائة عام؟ كذلك تقوم لغة العلم كله طبيعيا كان أم إنسانيا فلسفة أم سياسة أم اقتصادا أم قانونا على التراث اليوناني والروماني، وليس فيه من الإسلام شيء، واختار العالم الذي تقدم قيم الوثنيين وترك القيم الربانية، لماذا يا ترى؟ ولماذا أصبحنا بين بلاد العالم من يحتاج إلى إصلاح باعتراف الجميع؟ لماذا تخرج المظاهرات في بلادنا تطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تخرج في أوروبا وأمريكا مظاهرات تطالب بالشورى وبالجهاد وتعدد الزوجات؟ أليس ذلك بعلامة بليغة على تقصير الدعاة رغم ما حازوه من ثقة شعوبهم وتسليمهم لهم؟ مع ما حازوه من نجومية وأبهة اجتماعية ومنازل سلطوية ورفاه وسعادة، أدناها منزلة لحط الضريد المعمر بالسمن البلدي لحطا، وهو كله ما وفره لهم بسطاء المسلمين الفقراء مخصوما من دخولهم المتواضعة، كي يتمكن الدعاة من نشر دين المسلمين وحمايته. ما بين عامي 1919 و1952 ميلادية، تشكلت في مصر نواة لطبقة برشوازية أفرزت لبيرالية وليدة، وفي ذلك الزمان تراجع دور الشيخ تراجعا كبيرا بل ومهينا، وكان الشيخ هو محل عمل كثير من ألوان الكاريكاتير في المصرح والسينما والصحف. كان توجيه السؤال الاستمكاري لأي محاور هو انتفقيه يعتبر إهانة شديدة، فهو استمكار تصغيري يشير إلى العقلية الحافظة علة الجمود والببغائية، وأيضا سخر يمر من العاملين بشؤون الدين على العباد، صاحبها وعي شعبي واسع بدور رجل الدين في التخلف أمام دنيا متسارعة. في ذلك الزمان كان الأزهر هو المكان الوحيد الذي يكفل لطلابه مع العلم الديني كل سبل البعيشة من إقامة وجراية طعام وكسوة جلبا لزبائن حال الفقر بينهم وبين التعليم المدني. فكان على المستوى الطبقي ملجأ عاما للمعوزين والمعدمين وبخاصة ذو العاهات منهم، حتى جاءت ثورة غفر يوليو 1952 ميلادية المباركة لتقيم شرعيتها على التحالف مع الأزهر وإعلاء شأنه حتى يكون مصدرا محترما لشرعية حكمها. وانتهى المشروع القومي بهزائم منكرة انتهت بقيام الصحوة الإسلامية المباركة بدورها على أنقاذ المشروع القومي المبارك المهزوم. ومع الصحوة عاد الشيخ إلى الصدارة بقوة أعطته مساحة تسلط على العباد لم يسبق أنحازها من قبل خلال تاريخه، وهو الأمر الذي ساعدت عليه تقنيات الإعلام الحديثة من صحف وتلفاز ومدياع، وهو ما كان في بلادنا من حق الحكومة وحدها تسوقه كيفما تشاء، لكنها ولحسابات سلطوية بحتة وبقصد قطع شعوبنا عن الحداثة ومبادئها الحقوقية، بدلا من أن تسوقه تركته لحلفائها من مشايخ سداحا مداحا ممن تهى إلى ضياع عقل الوطن، بينما أصبح الدين أسهل مضية لكل من يريد أن يركبنا ويعمل علينا شيخ، ودون أن نفكر أن هذا الدين هو من عند الله وأنه يستحق منا احتراما يليق به، وكان للظرف الموضوعي دوره الفصيح في نشوء طبقة رجال دين في الإسلام منذ فزره، عندما اعتمد المسلمون على حفظ القرآن كنتيجة طبيعية لانتشار الأمية، إضافة إلى صعوبة قراءة القرآن المبكر لحدم تنقيط الأحرف ولا تشكيلها بعلامات مميزة، مما جعل مثل هذه القراءة بدون شيخ معلم وملقن ومرشد تكاد تكون غير ممكن بالمرة، ومن ثم ظهرت طبقة القراء التي أسست من بعد لطبقة رجال الدين التي احتكرت الفهم والتفسير بحكم الأستاذية، وإبان الصراع السياسي في الفتنة الكبرى وما تلاها من فتن، أمكن لهؤلاء اكتساب القداسة بمبدأ كان مرفوضا زمن الدعوة وزمن الخلافة الراشدة وهو تدوين السنة، ومع اختراع الأحاديث حسب الطلب وبالقياسات المرغوبة، أصبح لهم مهمة مقدسة إضافية هي تفسير القرآن بالحديث، ومنذ شرع الخليفة عمر ضرب عنق من يختلف مع الستة المرشحين للخلافة من بعده، أمكن بالقياس أن يصبح هذا الجزاء بجز العنق من عرشه من نصيب من يدلي برأي غير ما يقول به أهل الدين، وخلال الفترة القريبة من متغيرات نصف قرن أو يزيد قليلا، أثبت المشايخ على طول الخط أنهم لا منشغلين بالناس ولا حتى بالدين، إنما كانوا مع مصالحهم وحلفهم السلطاني، وهو الحلف الذي تدنى بهم إلى حد استخدام الدين بانتهازية ورخص وابتدال لتبرير كل المتناقذة للسلطان، كي تدوم إنعاماته ورضاه على أهل حضوته من مشايخ. عندما كانت مصر ملكية، كانوا يهتفون والإخوان أمامهم الله مع الملك، وعندما ظهرت الأيام وجاء الزمن الناصري، اكتشفوا أن الإسلام هو الذي أسس للاشتراكية، وخوطب النبي محمد، الاشتراكيون أنت إمامهم، وفي الزمن الساداتي، اكتشفوا أنهم كانوا مخطئين في فهم الدين خطأا فادحا، وقالوا فيه ما هو على النقيض الكامل من مقاصده، لأنه دين اقتصاد سوقي مفتوح حر، دين جعل الناس دراجات وطبقات، كذلك كان موقفهم عندما كان السلطان يريد حربا، وكيف أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص، ومع توقيع كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، عادوا فاكتشفوا بالرسوخ في العلم أن رسوخهم الأول كان باطلا، لأن الله قد أمرنا أمرا واضحا أن نجنح للسلم إنهم جنحوا لها، وهكذا يكتشف المسلم أن منظومته المقدسة المطهرة ذات المصدر الإلهي الرفيع والشريف شرف مصدرها، هي الأشد تعرضا للانتهازية والاستغلال من مشايخة يعلنون أنهم أهل هذا المقدس وحماته، وأنهم بدنا من أن يصونوا دين الله بإبعاده عن العبث والخطأ والطمع البشري، إذ بهم هم من يضيفون إلى شرع الله ما ليس فيه، ثم يكتشفون خطأ إضافتهم في كل مرة ليعودوا يصبون ويضيفون المزيد، إن مثل هذا التدخل في المقدس هو تدنيس له ويشير إلى أن مشايخنا يشتهون النبوة أو بعضها، ومع حضور فوضى الصحوة الإسلامية، التبست المعارضة بالتشدد الذي لم يقف عند حد معادات السلطة أو المشايخ الرسميين، بل تجاوزه إلى معادات المواظنين والمجتمع كله، ولم يكن مشايخ المعارضة الإسلامية المسلحة أوفر حظا بالمبادئ والقيم المحترمة من مشايخ السلطان، فقتلونا، وحاكمونا، وكفرونا، وهددونا، ومزقوا الوطن، وذمروا الصياحة بوحشية فضحتنا أمام العالم، وقد فعلوا ما فعلوا بدورهم بالدعاء الرسوخ في العلم، ومعرفتهم وحدهم بالمعاني الصحيحة للوحي الإسلامي، ليعودهم أنفسهم وليس غيرهم، ليكتشفوا أن رسوخهم الأول كان باطلا، وأنهم قد اكتشفوا رسوخا جديدا ليكتبوا سلسلة المراجعات التصحيحية التي تحولوا فيها عن العمل المسلح إلى خوض العمل السياسي السلمي، ليوضحوا أن رسوخهم الثاني قد نسخ رسوخهم الأول بأمر الله، ألا ترونهم؟ إنهم ينصخون، إنهم يقلدون السماء، إنهم لا يشتهون النبوة فقط، إنما هم يشتهون الربوبية، ومن ثم لم يعد لقب داعي قاصرا على الدهاقنة الرسميين، وإنما حازه أمراء الجماعات الإرهابية على كل صنوفهم، حتى تقدم هؤلاء للعمل بمهمة الفتوى ليبرروا جرائمهم بدورهم، التي هي جرائم دموية بكل المقاييس، ويعطوها شرعية سماوية مطهرة، وهكذا يضعك كلا النوعين من المشايخ في مشكلة، لأنهم يتحصنون وراء السلطان ووراء الدين وتفسيرهم له، فإن أنت أردت إطلاق سهم على السلطان رشق في الدين، وإن أردت إطلاق على الشيخ سلطانيا كان أم إرهابيا أصبت به دينا لا، ويبقى السؤال، إذا كان موضوع اهتمام المشايخ سلطانيين أو إرهابيين هو الدين، والدين واحد وربه واحد، فلماذا يختلفون؟ إنهم يختلفون بشأن دين كامل وليس شيئا بسيطا هينا، ربما يسح افتراض أن الاختلاف طبيعي لتفاوت العقول والبيئات والثقافات المحلية والمستوى المعرفي إلى آخره، لكن الصحيح بإطلاق أنه خلاف حول المصالح والمكاسب والسلطة، وبلهنية العيش في طراوة القشدة البلدي، بدأ مع الأمة مبكرا في فتن وجوائح قسمتها فرقا وشيعا متقاتلة تكفر بعضها بعضا، لأنها تعمل جميعا تحت راية الكتاب والسنة، المفترض أنهما يعبران عن دين واحد وأمة واحدة ورب واحد، إذن لا مفر عن استنتاج أن الدين في حد ذاته لم يكن هدفا واضحا لصراع الشيوخ وانقسام الفرق وتعدد المذاهب، إنما كان الانقسام تسهيلا للشيخ كي يتمكن من السيطرة على فريق من المسلمين يلتفون حوله، يمدهم بأرائه تشريعا لوجوده، ووجودهم مع ضمان الاستمرارية والتنفيذ وضمان رسوخه في سدة القيادة، يلاحظ المراقب قيام تنافس الكهنة حتى داخل الفريق الواحد على الاستحواذ على أكبر جمهور باستخدام فنون الخطابة والبلاغة واللباقة مع سمت الورع الملائكي أحيانا، أو سمت القيادي المقاتل الجسور أحيانا أخرى، لكن جميعهم يقومون بعرض ما يرضي الجمهور ويحببه في داعيته المتبتل أو شيخه المقاتل مع الطعم في إيمان المنافسين، فمن سطع نجمه أصبح مرغوبا فيه من السلطان مصطفى محمود، شعراوي، غزالي، زغلو، قرضاوي، هويدي إلى آخره، وذلك لشهرته وقدرته على التأثير في العوام، فيصبح شريكا في حاشية السلطان وينال السيادة والسعادة مع الهبات والإنعامات ويعيش في المهلبية، أما الشيخ المقاتل فإنه عندما ينجح فإنه يعيش كالخفافيش ماصة الدماء في الكهوف والبوادي والأسقاع المتبدية في كهوف تورابورا أو قندهار أو بوادي الشام وأسقاع العراق، مثل فانباير أو دراكولا يطلب المزيد من الدم البريء دون أن يشبع أبدا، وكان اجتداد المنافسة عبر التاريخ وراء فتح الباب لفكرة التكفير والإقصاء كحل ناجع مع المعارضين، فقامت الفرق الإسلامية تكفر بعضها بحضا، وقام كل طامع إلى السيادة يطرح تأوي له الخاص للدين وفهمه له في سوق الأطماع بتسويق فكرة مع تبديع وتكفير فكر كل الفرق الأخرى بحسبانه من يعرف وحده الإسلام الصحيح، وعادة ما يبدأ التكفير المتبادل بين التأويل الجديد وبين سابقه ليصل إلى صدام وقتال، وفي تاريخنا ما كان أكثر القتال للوصول إلى السلطة بالدين، بل إن تاريخنا ليس شيئا غير ذلك، وما أشنع ما ارتكبوا من مجازر علنية حتى أبيد بعد أهل البيت فرق بكابلها مع كل ما أنتجت وقالت وبقي الفريق المنتصر وحده سيدا، ولأنه انتصر فلا شك أنه كان على الحق، ولأنه من يملك الحق فهو يؤكد أن الحق واحد فقط لا غير، ومن ثم فغيره هو الباطل المطلق، وهكذا انتصر القتلة وأصبحوا أسيادا لنا، لقد جاءنا القتلة ومشايخ المنسر بالحق بعد أن أبادوا الباطل وما حقوه وسحقوه، العباسيون أبادوا الأمويين وأخرجوا جثث من مات منهم حتى يجلدونهم، ثم أين المعتزلة؟ أين المرشئة؟ أين الجهمية؟ أين المعطلة؟ أين مؤلفات ابن الرواندي والرازي؟ كانت الإبادة تمتد إلى الفكرة، إن من يحكم المسلمين اليوم فكر قاتل وسلطات قاتلة وتشكيلات عصابية التكوين قبلية القوانين طائفية عنصرية، ولو رددنا كلام مقتول سابق لأصبحنا المقتول اللاحق، وكان أكثر هذه الفرق ضروة هو ما يسمى مذهب ابن عبد الوهاب الذي تحالف مع ابن سعود للاستلاء على حكم نجد مسافة الحجاز، والذي يتم تعرفه بحسبانه تجديدا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، لذلك لا تجد مبدأ التكفير مرفوضا في بلادنا أو مستهجنا ممجوجا، بل هو يسير فينا مسر الأمراض المستوطنة، لأنه لو لم يقم ابن عبد الوهاب بتكفير بقية الفرق فلن يحصل على أتباع، لن يحصل على زبائن ما دامت الفرق الأخرى سليم صحيحة، فالتكفير هنا أداة إعلان وأيضا وهو الأهم أنها أداة ترويج وتسويق يعمل بها لنفسه زبائن، لأنه لو قال أن الشيعة والمعتزلة والأشاعر والأحمدية والبهائية على صحيح الدين، فإنه سيدرك مجال للاختيار، وربما ذهب الناس إلى هؤلاء وتركوه في بواديه قاعدا، إنها باختصار بلاغي ما قاله المثل الشعبي المصري ما يكرهك إلا ابن كارك، ومن ثم كانت الاختلافات الحادة حتى إنهم لم يتفقوا على الرب الذي يؤمنون به وبصفاته وذاته وكلامه مخلوق أم أزلي، والنتيجة التكفير والتقتيل، وهي موضوعات صراع نخبة المسلمين المتخصصين، فما بالك بالعوام منهم؟ وتظل الفرقة أو المذهب يردد ذات الكلام، ويكرر ذات القصص، ويؤكد ذات الأساطير، كأنهم جميعا غير مصدقين لما بين أيديهم، ويريدون التصديق بمزيد من التكرار والترديد دون أي جديد، ومع الصحوة أصبحت المدرسة والصحيفة والإذاعة والتلفزيون أماكن ووسائل مهمتها تعليم الناس الإيمان، وبات لا يخلو خبر محايد أو برنامج حواري أو محاضرة أو حتى فنون ضرابية من مهمة دعوية، حتى أمس الحكم على الرأي حتى في أخطر الشؤون ليس بمدى نفعه أو ضره أو صوابه من خطأه، إنما بقدر ما دعم نفسه بالآيات والأحاديث أو أي حكاية من حكايات زمن التابعين وتابعي التابعين صحيحة كانت أم مخترعة، والسبب الواضح هو أن الاستعانة بالمقدس والاستناد إليه في الخطاب الموجه للمسلمين، هو من أجل الإرغام على قبول القول والخضوع للأمر حتى يردخ الجميع إخلاصا لما يعتقدون أنه دينهم، فظهرت مع الصحوة أسوأ أنواع الدكتاتورية لأنها الاستبداد بمساندة السماء. في حوارات المشتغلين بالدين وموظفيه لا يجدون بأسا من إظهار بعض الاحترام لمنجز الحداثة وقوانين العلم والعقل مداورة والتفافا، لأنهم عندما يجدون أن الحوار غير مجد مع رغبة الداعية في فرض فكر يتنافى مع العقل ومنطقه، فإنه فورا يلجأ للحديث والآيات ليردخ المسلم بعد أن تحاور بالعقل وأشبع رغبته في الشغب الحميد، ليقبل بعد ذلك ما يرفضه عقله احتراما لآياته وأحاديثه القدسية. وقد ساعد التطور التقني والعلمي في وسائل الاتصال والإعلام في تطور الدول نحو مزيد من الارتقاء العلمي والحقوقي. بينما في بلادنا تمكن حلف الشيخ والسلطان من استثمار هذه الأدوات والتقنيات لمسح وحي المسلمين وإعادتهم إلى الوراء قرونا، لأن مثل تلك الأجهزة لا تملكها في بلادنا إلا الحكومة التي هي الدولة نفسها، ومن ثم أمكن لهذا الحلف بتلك التقنيات العالية من إنجاز أكبر عملية تجين مشرمة تمت في التاريخ لشعب من الشعوب في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأصبحت الزيادة في دين الله ملعبا مشيخيا حتى أصبح الحجاب فريضة سادسة، وعادت اللحية مع الجلباب الباكستاني لينتمي الجميع إلى هناك وليس إلى هنا، فدخلت البداوة الوهابية العنيفة إلى بلاد هي بطبيعتها الزراعية كانت الأميل إلى السلم لتسيطر على مختلف الأقطار من فاس إلى بغداني وعلى كل بلاد العرب أوطاني، ثم لتتجاوز الجغرافيا مسافرة في كافة مناطق العالم أينما يعيش مسلم لإثبات أن العرب الفاتحين وإن لم يعد لديهم في البلاد المفتوحة جيوش احتلال، فإن لهم ثقافة حولت كل المسلمين إلى غزاة فاتحين طول الوقت ينتبون بالولاء إلى حيث جغرافيا الإسلام إلى الحجاز الوهابي. ثقافتهم بالصحوة الإسلامية جاءت بفتح جديد وغزو غريب يفقد فيه المواطن حريته من دماغه، فيسافر شابا يافعا واعدا متهربا متخفيا بلدانا وبحارا وصحاري لكي ينتحر عند بهب مسجد أو حسينية أو في تشييع عزاء في العراق، معتقدا أنه حر مختار في مختار، وأنه على الحق الذي لا شائبة فيه، وأنه قدم حياته فداء لدينه وربه وأمته. ومن المبادئ للسبدادية الراصخة بطول التاريخ أنه إذا أردت نشر شؤون لا تقبل المناقشة فعليك بالإرهاب، لأن الإرهاب يذهب باللب والعقل فيصبح الإنسان مضعورا مرعوبا لا يجد معروضا أمامه في سوق الفكرة سوى أهوال يوم القيامة وعذاب القبر والجن والعفاريت يحيطون به في كل مكان، ومع الهلع والبحث عن الأمان من هذا الخوف المقدس، يصبح المسلم على استعداد لتسليم أي شيء مقابل الأمان حتى لو كانت إرادته أو روحه، وهنا يظهر له الشيخ اللطيف الوديع ليمنحه الأمن والطمأنينة، إنها ذات قصة فاوست، فالشيخ أو الشيطان سيحمل عنه كافة أوزاره ببعض الفتاوى ويطمئنه أنه المسؤول عنه أمام رب الجبروت ويأخذ منه روحه، إرادته، وعقله أيضا مقابل المسبحة، وكتاب الأدعية، وسجادة الصلاة، وحزاما ناسفا إذا كان من المحذودين المختارين لجنة عرضها السماء والأرض. لو كنا آمنين ولا يحيط بنا هذا الخوف المقدس الرهيب، لفكرنا وناقشنا وربما قاومنا، وهنا يخسر الشيخ نفوذه كله، لكنه بالإرهاب الدائم يرعبك ليشل تفكيرك ويشير إليك هذا هو المخرج الآمن، وستجد هناك كتب فتاوى ابن باس وابن عثيمي وابن قرضاوي وابن جمعة، ثم عليك أن توافق على كل شروطه التي يعرضها عليك مقابل الأمان لتصبح تابعا صالحا تعلو درجاته بقدر ما يقدم من علامات الخضوع والطاعة والخنوة، فهو يؤكد للمؤمن الطائع الخانع أنه قد امتلك كامل حريته، لأنه تحول من عبد للعباب إلى عبد للإله، بينما هو في الحقيقة أصبح عبدا لأسوأ أنواع العبودية للمشايخ أو للسلطان أو لهما معا، وهكذا أصبح مشهد المسلمين ومشايخهم وصلاطينهم مشهدا بائسا زريا يزري بالعقل وبالشخصية الإنسانية، موقف هو منتهى لاستخفاف بآدمية الإنسان وبعقله وبكرامته، أصبح الشيخ يقوم بتلعيب المسلمين على كيفه نام نوم العازب ينام فورا، قل دعاء طلوع السلم يقول اعجن عجين الفلاحة يعجن، اقرأ دعاء دخول الخلاء يقرأ لا تركب زوجتك إلا بموافقة القردات بكلمة سر الليل المعروفة بدعاء النكاح يقرأ ليثبث الشيخ حضوره في أخص أوقات المسلم حاشرا نفسه بين الزوجين، وترى المأساة مجسمة كاملة لإهانة محزنة جارحة مؤلمة عندما تتابع أسئلة المسلمين لمشايخ الفضائيات وكم هي تافها إلى درجة تصيب بالدهش والحيرة مما وصل إليه العقل المسلم، ويبدو أن مشايخ الفضائيات يعمدون إلى إبراز تلك التساؤلات المزري عمدا لزيادة تحجيم العقل المسلم داخل أضيق الأطر الممكنة التي تضيقها الفتاوى يوما بعد يوم، استفسارات الفضائيات تشير إلى مسلم سلبي جاهل لا يعرف كيف يتخذ أبسط القرارات في خصوصياته البشرية، تمت برمجته ليعود إليهم في كل شأن، سلبوه إرادته بمزاجه وكسب هو ضمان أن لا يضل، فهذا الجيش من المشايخ هم من سيختارون له ما هو مضمون الصحة وسليم النتائج حتى ضمر العقل المسلم ودخل في غيبوبة الاحتضار في حالة موت سريري طويلة. كانت السنة المحمدية هي أقوال وأفعال النبي محمد فيها ما يجوز الأخذ به والاقتداء به طلبا للتواب وفيها ما لا يصح الأخذ به لأنه كان من خصوصية النبي ومنها ما لا يأتم المسلم إن لم يأخذ به ودون أن يخرج على الملة. وبموت النبي ظهرت سنن من لا يوحى إليهم كسنن الراشدين المهديين ثم أخيرا ومع الصحوة الإسلامية وعودة الفتحات بقيادة بن عبد الوهاب ظهرت سنن الأئمة الفقهاء والعلماء بطول التاريخ الإسلامي تحت مسمى الفتوى والاجتهاد الفقهي. وتضخم شأن الداعي والمفتي لتعلوا منتجاتهم على المنتجات المحمدية التي يجوز أخذ بعضها وترك بعضها لأن سنن العلماء كلها جبرية لاختيار فيها كلها ملزمة رغم أنها غير موحا بها ولم يعلم بها حامل الوحي جبريل أصلا كلها ملزمة رغم أنها جميعها إنتاج بشري إنها وضيعة. إن سنن الوحي على لسان النبي الذي لا ينطق عن الهوى فيها ما يجوز تركه دون عقوبة سماوية رغم أن صاحبها هو الله أما سنن مشايخنا فلا يجوز ترك أي منها رغم أن الله لم يحي لأحدهم بها أصبحت سنن مشايخنا هي قول وفعل من لا يوحى له. والملحظ الهام بشأن الفتوى أنها خصوصية إسلامية فإذا كان الإسلام هو آخر الأديان وتمامها وكمالها وأشملها فلماذا هو بحاجة للفتوى؟ إن الفتوى هي استكمال نقص وهو ما يشين ديننا وهو متكامل بذاته وليس به من حاجة لمشايخ الفتوى. ويمكن رصد أنواع الفتوى وحصرها في أربع حزم الأولى هي الفتاوى الخاصة بالعبادات من صوم وحج وصلاة وزكاة. والثانية اجتماعية يتلقاها المفتي من السائل وتتعلق بشؤون شخصية وعائلية وفي هذين النوعين عادة ما يلزم الشيخ السائل بحل بذاته وسلوك بعينه دون تفرقة بينما هو عبادة وبينما هو شخصي أو اجتماعي. فهم يزعمون أن أي سلوك للمسلم هو تعبد وضمن هذا السلوك يأتي التزامه بالفتوى التي تصبح أوامرها جزءا من العبادة بينما الصواب هو أن يقدم الشيخ رأيه كنصيحة ومشورة غير ملزمة لأنه شأن يخص الناس وليس شأنا من شؤون الدين في ذاته. أما الحزمة الثالثة فهي الفتاوى التي تصدر عن دور الإفتاء والتي تصدرها تلك الدور دون طلب من أحد ولا تتعلق بأمور العبادات فل هي تأتي لإثباث الوجود كأنها قرارات جمهورية تلزم وتمنع وتسمح دون طلب من أحد. وهو ما أوقع الدبلوماسية المصرية في الحرج أكثر من مرة حتى تم إنذار دار الإفتاء رسميا من وزير الخارجية المصري للتوقف عن التدخل. ذلك التدخل الناشئ عن شعور المفتي بضعف الحكومة واحتياجها للكاهن باستمرار. مصيبة مثل هذه الفتاوى أنها لا تتوقف عند الحدود المحلية بل هي عابرة للقرات رغم أنها إن صلحت في موطن قد تكون خرابا عاجلا غير آجل في موطن آخر. ورابع أنواع الفتوى هو تلك الحزمة من الفتاوى المتبعثرة الصادرة عن غير ذي صفة تدعمها تيارات شعبية غير رشيدة بها قتل السادات وبها دمرت طابة وشرم الشيخ وذهب والعريش وبها جرت مذبحة الأقصر وبها قتل فرش فودة وبها نهبت بيوت أموال فقراء المسلمين وبها ندمر العراق ونقتل أبناءه. ويا ويح قلوبنا ما لنا يطيها لا تتمزق لما يفعله المشايخ والملال بعراقنا الجميل. حرمت الفتاوى التدخين فاختفت السجائر من البقالات وانزوت في الأكشاك وأصبحت قاعدة دينية ثم حشرت أنفها فيما هو أخطر فحرمت الفن والاستنساخ والتضعيم ونقل الأعضاء فأغلق بنك العيون أبوابه. وبما أن الفتوى تشريع قانوني قدسي فإنها تصعد إلى السماء وعلى السماء هنا أن تفهم وأن تسمع وأن تعي وأن تطيع وأن تنفذ. فعندما يفتي المفتي بحرمة التدخين يصبح من الضروري على ربنا أن يسمع الكلام وأن يلتزم بالفتوى ويدخل المدخنين نار جهنم. كذلك عليه أن يعاقب جريمة نقل الأعضاء وأن يعاقب المشتغلين بالفن وأن يدخل غير المحجب إلى النار دون وجود نصوص عقابية في كلام الله في أي شأن من هذه الشؤون. لكن على الله أن يقوم بالوظيفة التي أناطها به كهنة المسلمين وظيفة الجلاد. ومع اختلاف الفتاوى باختلاف ألوان الفقه ما بين جعفري شيعي والسني وزيدي وغيره لا بد أن يتساءل العقل المسلم. بأي فقه منهم سيلتزم ربنا ويقوم بدوره التلفيذي؟ في نفس البلد الواحد مثل مصر تتضارب فتاوى الأزهر بالنقيض الكامل مع فتاوى ظهر الإفتاء. البنوك ختان الإناث كنماذج. فهل سيحتار ربنا هنا في تنفيذ الفتاوى المتضاربة التي تصعد إليه أوامر من الأزهر ودار الفتوى والتشريع ومن قنوات الجزيرة والمجد وقرأ وقرأ وأخواتهم ومن ابن باز وابن عثيمين وابن جمعة وابن لادن وابن الزرقاوي وابن القرضاوي وابن هويدي وابن عاكف وابن العوى وما أكثرهم. ثم ما هو المعيار الذي سيستخدمه ربنا في الاختيار والمفاضل بين تلك الأوامر والنواهي المتضاربة الصادرة إليه مع ما يفرضه المفتي على الله لتعذيب من يعصي المشايخ وإثابة من يرضون عنه. تحكي لنا كتبنا التراثية أن نبي الإسلام في مرضه الأخير صلى قاعدا إلى جوار أبي بكر فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس وكلمهم رافعا صوته قائلا يا أيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم وإني والله لا تمسكون علي شيئا إني لم أحل لكم إلا ما أحل لكم القرآن ولم أحرم عليكم إلا ما حرم القرآن انتهى الطبري سنة 11 هزرية الصفحة 198 فالرسول صاحب الدين لم يحرم علينا إلا ما حرم القرآن وترك لنا فيما على ذلك مساحة حرة واسعة نتعامل فيها بعقولنا وحسب ظروفنا ومصالحنا وهي المساحة التي لم يأتي القرآن على ذكرها فانقض عليها الكهنة ليؤمموها لصالحهم ليجدوا فيها مكانهم الدائم ليحرم علينا ما لم يرد في قرآن ولا سنة كتحريمهم مستحدثات العلم والطب كالتطعيم والاستنساخ والتلقيح الصناعي وزرع الأعضاء وهي شؤون لا يعرفها الإسلام ولم تكن في سنة ولا في قرآن فأطاف للإسلام تحريمات ونواه دون وحي يوحى علما أن من يبدع نصف دين أو ربع دين هو مبتدع لدين جديد غير دين الله هو كاذب شرير علينا وعلى الله وعلى الدين وهي البدعة المنعونة في الإسلام نصا وروحا اصطلاحا ولغة لأنها بدعة في الدين إنهم بهذا المعنى من المتنبئين الفتوى اسمها فتوى شرعية والظهر الرسمي اسمها ظهر الفتوى والتشريع لذلك هي قانون ومع سيل الفتاوى المنهمر أصبح كلام الفقهاء والمفتين في منزلة الوحي وشريعته وأصبحت الفتاوى قانونا دينيا ملزما إلزام الوحي رغم أن كل ما قال الفقهاء والمفسرون والمفتون وأصحاب المذاهب قد صدر بعد توقف الوحي بموت النبي وهو ما يعني أنها غير ذات سند سماوي ولا يمكن أن تكون في حجية شريعة محمد لأنها جميعا من وضع البشر إنها جميعا بهذا المعنى وضعية بكليتها تشوبها نقائص الوضع مثلها مثل أي منجز إنساني آخر الشيخ إذن لا يملك أي تقداسة بل هو لاعب بدين الله ويضع رأيه الشخصي مقدما على الوحي الإلهي ويفرضه على المسلمين ويلزمهم به ومع معرفتنا ذلك يجب أن تتراجع مهابة الشيخ الرهابي من أنفسنا فهي حالة رهابية غير ذات سند ولا سلطان ولا شرع إلهي ولا أرضي إن السبب الحقيقي وراء فوضى المشايخ والفتاوى والدعاة في بلادنا أنه ليس لدينا مجلس تشريع حقيقي ولا قانون مدني حقيقي وهو ما أدى إلى تآكل الدولة المدنية ومؤسساتها وتراجعها ليحل الشيخ في كل محال اتخاب القرار والسيادة الممكنة وأمسى يمارس حقوقا لا يملكها غيره من المسلمين دون مبرر واحد ديني أو دنيوي يمنحه تلك الحقوق ويرفض أن يكون لغيره من المسلمين مثل هذا الحق ناهيك عن غير المسلمين من مواطنين الشيخ يفكر إذن على المسلم أن لا يفكر فقد قال الغزالي وقرر ابن تيمية وحسم ابن حنبل وانتهى ابن عبد الوهاب هذا هو مقياس الأمور وبه حسمها أيضا أقوالهم هم فيلعبون في شغل الله ويعبثون بتخصصاته ليسلبوه بعضها ويتهمون العلمانيين الضعاف من أمثالي بالعبث بدين الله مع تكفيري بغرض قتلي فمثل هذه المقالة التي بين يديك مثلا هي عندهم عبث بدين الله رغم أنها لم تفطر فتوى ولم تضف إلى الإسلام ولم تحذف منه شيئا إنهم يلبسون على المسلمين أن من مسهم أو مس فتاواهم فقد مس الله ذاته ألم أقول لكم إنهم يشتهون الربوبية إن صحيح الإيمان المفترض يؤمن أن الله عندما ترك ما ترك دون تشريع أو تدخل لم يكن سهوا منه فلا شيء عنده عبثا إنما ما يجب أن يفهمه المؤمن أن الله ترك ما ترك قصدا وعمدا لأنه لم يرد التضييق على عباده بالإكتار من التشريعات والتحريمات والتزريمات ليترك لهم عن قصد منه ورغبة مساحة حرية يمارسون فيها إنسانيتهم يضعون لأنفسهم فيها ما يناسبهم من تشريعات لأن الله كان يعلم أن الدنيا ستتطور وكان يعلم أن الأحوال ستتبدل لأنه هو الله وليس غيره إله أليس هكذا يعتقد المسلمون؟ هل يعتقد المسلم البسيط أو المفكر أن رب الإسلام كان لا يعلم أنه سيكون في الأرض يوما بلد مثل أمريكا وبقدرة أمريكا أو بوجود الاتحاد الأوروبي أو هيئة الأمم؟ بالطبع فيما يعتقد المؤمن أن الله كان يعلم كان يعلم ولم يذكرها ولم يضع لنا أي تقواحد تشريعية محددة للتعامل معها وترك لنا مواجهة مشاكلنا بأنفسنا فسكت عنها لكن مشايخنا حلوا في مساحتنا الحرة ليصادروها وليصدروا فتواهم إزاء مثل تلك المستحدثات وإذا كان رب الإسلام قد علم بذي القرنين وفتوحاته كما ورد بالقرآن فلا شك أنه كان يعلم أن أستاذ ذي القرنين كان هو الفيلسوف اليوناني أرستو وأن أستاذ أرستو كان أفلاطون ومع ذلك لم يندد لا بأرستو ولا بأفلاطون ولا بالفلسفة ولم يكفر المتفلسفين كما فعل الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي من بعد وألجمنا عن التفلسف والكلام بكتابه إلجام العوام عن علم الكلام بينما لم يفعل ذلك ربنا فترك لنا ما تركه دون أن يحدد منه موقفا ليكون مساحة المؤمنين الحرة للأخذ من السياسة الأرستية أو الجمهورية الأفلاطونية أو قوانين سلون وروما أو من ديمقراطية اليوم ومقدساتها القانونية الحقوقية الراقية إنسانيا إن رب الإسلام أيضا حسب ما يخبرنا القرآن كان على علم بأنظمة الحكم المختلفة ومنها حكم بالقيس لمملكة سبأ وكيف أنها كانت لا تتخذ قرارا إلا بعد الرجوع إلى مجلسها الشعبي ملأها ولم يعترض عليها نبي الله سليمان بهذا الشأن حسب ما جاء في القرآن ولم يعب عليها نظامها في الحكم لكنه عاب عليها دينها وترك لشعب سبأ نظامهم شبيه الديمقراطي في الحكم دون أن يندد به أو يعترض عليه كان ما عابه عليهم هو سجودهم لغير الله وليس طريقة حياتهم القرآن والسنة لم يتكلما عن زرع الأعضاء ولا عن التدخين ولا عن مجلس تشريعي ولا عن حقوق الإنسان لأن رب الإسلام كان يعلم أن التطور وحده هو قاعدة الكون الأزلية وأن هذا التطور سيفرز ما سوف يفرزه في حينه وترك ذلك لعباده حرا طليقا لأنها شؤون لم تكن قد وجدت بعد ودون أن يدخله تحت قوانين مقدسة حتى لا يتجمد المسلمون عند النص وحتى لا يختلف المسلمون حوله ويتقاتلون تركها مساحة حرة لهم ليتنافسوا فيما هو الأصلح لهم بدلا من أن يتقاتلوا لعبا بالدين وبالسيوف وبمصائر شعوب بكاملها كذلك لم ينتقد رب الإسلام القيمة الإنسانية وما يحميها من قوانين وضعية رغم أنها كانت قوانين من وضع المجتمع عبر جمعيات منتخبة شعبيا كانت معروفة وموجودة في روما قبل ظهور الإسلام بألف عام كاملة وسكت عنها القرآن وترك للأجيال اللاحقة عندما تكتمل نجا وعندما تحتك بدول العالم وترتقي مثلها أن تسعى إليها تستلهمها وتستلهم منها وهو ما سبق وسمحت ببعضه الضئيل الدولة العباسية فأنجبت كوكبة من المفكرين لم يتكرروا بعدها أبدا أليست القاعدة ما نهاكم عنه فانتهوا وما آتاكم فخذوا إذن لماذا يحرم المشايخ كل يوم شأنا مما تركه الله مسموحا ولو كان مضمون الفعل الفتوي أصلا من أصول الدين لقاله لنا ربنا ولم ينتظر الدعاء حتى يأتوا من بعد توقف الوحي ليكملوا له شرعه ودينه ويفتوا في الأرض كالآلهة فسادا إنهم يريدون الربوبية لا محيص إن من حق المسلمين اليوم أن يستردوا ما أخذه منهم المشايخ وما صادروه بفتواهم من حقهم أن يقيموا صناعة سياحة حرة طليقة تكفل عيشا كريما في بلد فقير من حقهم أن يقيموا الكرنبلات السعيدة وأن يستعيدوا الفرح والحفلات والفنون التي تروح عن الروح من حقهم أن يضعوا شرائعهم بأيديهم كبقية خلق الله من حقهم أن نهوذ بالمرأة وبالسينما وبالبنوك وأن تصبح مسألة أن أدخن أو لا أدخن أصهروا بالحسين أو بكازينوا بالهرم ألبسوا الحجاب أو الميني جيب أو طاقية الإخفاء مسائل حرية شخصية يجب طرد المشايخ منها حرصا على الدنيا وعلى الدين وعلى عقول المسلمين إن طرد الضهاقنة والسدنة والكهنة والأحبار والمشايخ وكل من اشتغل بالدين من عالم المسلمين واجب ديدي على كل مسلم يحب دينه ووطنه فليس في الإسلام كهان ولا سدان وليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه شيء اسمه الأزهر أو رجال الأزهر أو جماعات تزعم الإسلام دون كل المسلمين وتركهم يلعبون بنا وبديننا مأثمة عار على كل مسلم فرط في كرامته التي منحها له الله ولقد كرمنا بني آدم وفي دينه وفي وطنه وترك كل شيء لرجال مثلنا لهم مطامع ورغائب ونزعات وحاجات بشرية رغم أنهم ليسوا بآلهة ولا بأنبياء ولا بأنصاف أنبياء ولا هم حتى من الصالحين أيها المسلمون أعلنوا إيمانكم بأن محمدا هو خاتم النبوات وبأن الله واحد أحد فرض صمض بطرد الكهنة السدنة الذهاقنة من حياتكم حتى تصحوا وتتعافوا وتلحقوا ببقية الأمم وربما عليكم قبل ذلك إقامة محاكمات علنية شفافة لآخر جيل من هؤلاء في زماننا ولأسماء من مات منهم زيادة في تحر العدل البيعة ليست هي التصويت إصرار من لون عجيب دون كل الشعوب الدنيا على إدخال الدين في كل مدخل كبر شأنه أو صغر إصرار أصبح نوعا من المرض العضال وضمن هذا الإصرار يأتي إلحاح الذين يلعبون السياسة بالإسلام وكيف أمكنهم العثور في الإسلام على كل ما وصلت إليه المبادئ والقيم والحقوق الإنسانية في زمن الحداثة وما بعدها وكل ما يتعلق بنظام الحكم المتفوق والذي أدى لتفوق بلاده حيثما تم تطبيقه مما دفعهم بدلا من الأخذ به وتطبيقه إلى البحث في ركامنا التاريخي عن كل مكونات العمل السياسي الديمقراطي كما هو في أقصى نتوجه اليوم وأول سؤال بديهي يطرح نفسه إذا أسادتنا هؤلاء هو إذا كنا نملك كل تلك الأدوات الحاكمة بين الشعب والدولة بما يؤدي إلى إرادة شعبية هي الحاكم الحقيقي عبر انتخابات حرة إذا كنا نعرف حقوق الإنسان فعلا إذا كنا نعرف ما هي الحرية فلماذا نحن هنا في القاع ولماذا هم هناك يجوبون الفضاء والمصيبة الأفدح أن تكون كل تلك القيم الدافعة للتحضر موجودة في ديننا ولا نعرفها ولا نكتشفها إلا بعد أن نراها محققة في بلاد الغرب وهو ما يعني أحد أمرين إما كذب وبطلان هذا الادعاء كله برمته وأن الإسلام لم يعرف مفاهيم الحريات والمساواة وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية التي نعرفها اليوم وهو البوقف العلمي الذي لا بد منه لأن تلك مفاهيم بنت زماننا لم تكن تعرفها البشرية زمن الدعوة الإسلامية وإن عرفتها مناطق أخرى كاليونان والروما لأن الإمة الأخرى ستعني أن أولي الأمر منا ومشايخنا وفقهاءنا التاريخيين والصحابة والراشدين كانوا يعرفون كل تلك القيم المؤدية للعدل والتفوق والتحضر في ديننا ولم يعملوا بها ولم يحاولوا تحقيقها وتركوا المسلمين وغيرهم معهم تحت الظلم والقهر بطول عصور الخلافة السوداء وهي جريمة تاريخية كبرى ثم ظهروا يحدثوننا اليوم عن هذا الذي كان بيدهم وكانوا يخفونه عنا إنهم لا زالوا يريدوننا عبيدا لسدنتهم بسرقة حلمنا في وطن ديمقراطي دستوري حقوقي محترم نموذجا لهؤلاء الفلاسف الجدد الدكتور محمد زيدهن وهو من يكتب للنخبة الراقية من الإسلاميين لذلك هو يشغل منصب رئيس القسم الشرعي بشبكة إسلام أونلاين وهي أهم شبكة إسلامية حتى الآن وتحظى بنسبة زوار هائلة وقد كتب الدكتور زيدهن على شبكته عملا بعنوان البيعة شرعية الشورى وتمكين الأمة وهو عمل مثالي ونموذجي لما نحن بصدده كخطاب إسلامي جديد قرر التفاعل السياسي بعد حراك العالم في سبتمبر 2001 ميلادية ليثبت أن حداثتنا موجود لدينا وهي ذات الديمقراطية الغربية لكن بمسميات وآليات إسلامية وهي تناسبنا بعكس تلك الغربية لأنها غريبة عننا ومن هنا تأتي أهمية موضوع الدكتور زيدان الذي يمكن اتخاذه لمناقشة مسألة البيعة كأداة الديمقراطية إسلامية في ممارسة الشعب للسلطة ومدى صدق هذا الطرح من عدمه كشهادة لفلاسفة الإسلام السياسي الجديد وعليه يمكن هنا إنشاء موضوع يبحث البيعة حسب ما تراها أحدث الأدبيات الباحثة في تيار الإسلام السياسي المعاصر البيعة كشرعية للنظام يدخل الدكتور زيدان إلى موضوعه بفقرة قوية تبدو محكمة الترتيب والغرض يقول البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تفضي الشرعية على نظام الحكم بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وأداة إعلانه للالتزام بالمنهج والشريعة والشورى وهي صيغة تمكين الأمة لا إخطاعها قبل الدولة وبعدها والبيعة في الخبرة النبوية هي عقد اجتماعي تأسست عليه الأمة ثم الدولة فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقدا حقيقيا تاريخيا تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية في حين أن فكرة العقد الاجتماعي عند روسو مثلا في الفكر الغربي الحديث كانت تبريرا غيبيا لا نصيب له من الواقع لجأ أصحابها إليها لمحاربة سلطة الحاكم الفرد عبر أسطورة لم يشهد تاريخهم تحققها كما حدث في التاريخ الإسلامي انتهى ألا ترون هذا الكلام الكبير العظيم الفخيم؟ ألا تروننا قد سبقنا عقد روسو الاجتماعي في بيعتين العقبة بينما نحن في قاع الأمم تراتبا؟ بل إن عقد روسو كان مجرد تهويم غيبي مقابل عقدنا الواقعي الحقيقي أي البيعة الذي تشهد عليه أحداث تاريخية وقعت مرتين عند العقبة مثلي لا يقتنع بسهولة بطرح الكلام الجميل المرتب المنمق المفلسف لأن ذلك لو كان حقا لكنا نحن القاطرة التي أخذت العالم نحو الحداثة منذ 1426 عاما ولكنا الأكثر رقيا وتقدما نحن ودول العالم الأخرى مما هي عليه الدنيا الآن هنا لا بد أن نشك في الكتالوج المقدم إلينا من الدكتور زيدان فالكتالوج يقول شيئا وواقعنا يقول شيئا آخر ومن ثم وجب البحث وراء ما طرح الدكتور ومدى صدقه من كذبه أو تدليسه هنا وحتى نفهم ما قال سيادته سنقوم بتحليل وتفصيص ما قال واحد واحدة في خطابه السياسي الإسلامي الجديد ولنبدأ بالواحدة الأولى يقول سيادته إن البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضف الشرعية على نظام الحكم انتهى وهكذا يكون أول الآية كفرا واستئصالا وتكفيرا وتحريضا بصيغة الجزم والتأكيد فهو يصدر حكما على كل الحكومات الإسلامية القائمة بالكفر ويسحب عنها الشرعية فكلها قامت على نظام الدولة الحديثة ولم يكن فيها كلها بيعة عدا بضع منها ألا ترونه يسوقها مشروط بقطع تأكيدي إذ إنها مما يعني أن كل حكومات المسلمين المعاصرة غير مشروعة إذ إنها أي البيعة في الرؤية الإسلامية هي التي تضف الشرعية على نظام الحكم الغريب في شأن سادتنا هؤلاء من مفكرية طيار الإسلامي أنهم يبنون أبنية محكمة قوية البناء لكن كلها على مستوى المخيل وحدها وليس أبعد من ذلك المشكلة أن هذا الكلام المتخيل يتم ترديده باستمرار حتى بات كما لو كان حقيقة وأن علينا التصديق ثم السمع والطاعة لكن هل القواعد الدينية المفترض فيها السمو والبناء والتقدم يمكن أن تصبح مهمتها إثارة الفتن وتدمير الأوطان بالحركات الدينية المسلحة أو حتى الثورات الشعبية المتدينة والأهم هو السؤال ما هو مصدر هذه القاعدة التي تبدو صحيحة واضحة دينيا بأب المئة في أي مكان هي موجودة بدين المسلمين إن عبارة حريضية من هذا النوع إنما تحرض الشعوب بالدين للفتن لأن حكوماتها لم تقم على نظام البيعة رغم أنه إذا كان لابد من الثورة فهناك أسباب ومبررات أخرى كثيرة لا تدمر لكنها تبني نحن بحاجة لمعرفة مدى صدق هذه العبارة التي بنى عليها موضوعه كله عن البيعة وبحاجة إلى النصوص الصريحة التي يمكن أن تنبطق عنها مثل هذه القاعدة الدينية الدستورية إن التحريض على التمرض الديني غير المعارضة البناءة إن تحريض البسطاء وهم وقود كل الحركات الدينية عبر التاريخ يحولهم عن الولاء لوطنهم إلى خيانة الولاء الوطني لصالح ما يقال لهم إنه شرع السماء مما يعطي الضوء الأخضر لعمليات الإرهاب المسلح بحجج شرعية قالها الدكتور زيدان المفترض أنه في طنيعة الحداثيين الإسلاميين ليعطي الدافع لمزيد من دمار اقتصاد بلاد المسلمين وموت الأبرياء وتفجير السياح ودور العبادة ووسائل المواصلات وأنابيب البترول فيضرب منتج الدكتور زيدان في كل مكان دون هدف واضح سوى التخريب والتدمير لأن الدكتور زيدان لم يضع بديلا حقيقيا واضحا يمكن تطبيقه اليوم للنظام الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية وسمر معا كيف أن وفاضه أخلى من عباراته الكبيرة الأهم في كل هذا أنهم يشيعون بين المسلمين اتفاقا على عدم شرعية الحكومات القائمة حتى يكونهم البديل الشرعي لأنهم هم من يفهم الإسلام وشروطه وحتى يتم اتفاق الأمة على اختيارهم بديلا فليس أمام المسلمين سوى الإرهاب والتخريب حتى تسقط هذه الأنظمة غير الشرعية بيد الجماعات الإرهابية الشرعية المثير هو أن زيدان يعلن يقينه هذا على المسلمين وهو يعلم أن الحال لم يكن كذلك في تاريخنا الميمون لنقرأ معا فصل في وجوب الإمامة وبيان طرقها من كتاب الإمامة وقتال البغاة في المجد الثالث من رودة الطالبين إذ يقول فصل وأما الطريق الثالث لتنصيب الإمام فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيع وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاصقا أو جاهلا فوجهان أصحهما إن عقادها لما ذكرنا وإن كان عاصيا بفعله انتهى وبعد تولي المتغلب توضع له الأحاديث في الصحة عن حديف بن اليمان اسمع لحاكمك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك انتهى وكذلك عن الحسن البصري لا تعصوا أولي الأمر منكم فإن عدلوا فلهم الأجرة وعليكم الشكر وإن بغوا فعليهم الوزرة وعليكم الصبر فهو امتحان من الله يبتلي به من يشاء من عباده فعليكم أن تتقبلوا امتحان الله بالصبر والآنات لا بالطورة والغيظ انتهى وعن أحمد بن حنبل عن رواية عبدوس العطار من غلب على المسلمين بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما بارا كان أنفاجرا انتهى ويقول ابن عبد ربه في العقد الفريد كتاب اللؤلأ في السلطان السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مطار الدنيا وهو أحمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده به يمتنع حريمهم وينتصر مظلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم قال الحكماء إمام عادل خير من مطر وابل وإمام غشوم خير من فتنة تدوم ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن انتهى قال وهب بن منبه فيما أنزل على نبيه داود صلى الله عليه وسلم إني أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن كان لي على طاعة جعلت الملوك عليهم نعمة ومن كان لي على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة انتهى وعن عبد الله بن عمر إذا كان الإمام عادلا فله الأزر وعليك الشكر وإن كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر انتهى ليوجز حذيف بن اليمان نظرية الإسلام السياسي في الحكم فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى قوم قط إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله انتهى إنها بيعة المتغلب التي يتميز بتشريعها فقون الإسلامي عن غيره لتسليمه بالأمر منعا للفتنة وانشقاق الأمة فما بال زيدان يحرد على الفتنة وانشقاق الأمة خاصة وهو يعلم أن بيعة المتغلب كانت هي المتغلبة على تاريخ الخلافة الإسلامية بطولها وعرضها فما باله لا يعترف بحكومات إسلامية ولو متغلب منعا للفتن أم تكون الفتن هنا مطلوبة في حالة وجود البديل الذي يسعم أنه الإسلامي الشرعي في حالة وجود زيدان ورفاقه دون فلسفة حكم متكاملة واضحة بأيديهم وإذا كانت البيعة هي التي تعطي الشرعية للحاكم فماذا عن تأخر علي بن أبي طالب والهاشميين ومعظم جزيرة العرب عن بيعة أبي بكر ومع ذلك فإن الطيار السني يعتبر بيعة أبي بكر شرعية مئة بالمئة وماذا عن امتناع الوالي معاوية عن مبايعة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وما هي الإجراءات الدستورية التي كان يلزم اتباعها وإجراءها في ذلك الوقت لضمان عدم امتناع معاوية وهل كان للبيعة مؤسسات تضمن تنفيذها وهل تمكن الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب الذي حكم بالبيعة من فرض سلطانه على الشام وعزل المتمرد معاوية إن البيعة لم تحافظ على نظام حكمها الشرعي مع علي وأخذ غير الشرعي أي معاوية منصبه بل واجتاز الخلافة كلها دفعة واحدة ثم أخذ البيعة له والإبنه يزيد تحت تهديد الصحابة بالقتل ما قمة البيعة هنا؟ وهل أفادت البيعة عثمان بما أضافته من شرعية على نظام حكمه؟ وهل ساعدته على إخداع المتمردين من عرب مصر والصحابة وصانت حياته؟ وماذا وضع نظام البيعة من إجراءات لمثل هؤلاء؟ وكيف كان يمكن التصدي لهم شرعيا؟ وما هي الترتيبات والتنظيمات والإجراءات والمؤسسات التي يقترحها الدكتور زيدان لمواجهة مثل تلك المشاكل مستقبلا؟ وما هو حكمه على تلك الأحداث من منطق فكره السياسي الإسلامي المعاصر؟ أم إن الشخصيات التي عاصرت الفتنة الكبرى مقدسة ولا يجوز توجيه النقد إليها بما يفيدنا في تطوير نظم الحكم والمراقبة الشرعية وفق نظام البيعة؟ اللطيف في شأن سادتنا المفكرين الإسلاميين أنهم لا يلحظون ما هو شديد الوضوح وهو أن البيعة لم تكن يوما سببا لشرعية أحد وقد عبر الخليفة عثمان عن ذلك بوضوح عندما طالبه الثوار بالاعتزال فهو لم يعتد ببيعتهم ولا بسحبهم هذه البيعة لأنها لم تكن لا في العير ولا في النفير فقد كان رده التاريخي والله لا أخلع قميصا سربلنيه الله انتهى كانت هي إذن إرادة الله وليست إرادة الناس وبيعتهم كان عثمان يعتقد أن تلك بيعة من الله وليست بيعة من الناس وماذا تكون بيعة الناس بشوار بيعة الله؟ ويبقى النظام الإسلامي غير قابل للتطوير والتحديث بسبب هذه القدسية التي لحقت زمن الصحابة وبيعتهم على زيدان أن يختار وهو لا يستطيع حتى أن يختار ثم يقدم لنا درسا في العقد الاجتماعي الإسلامي بنظام البيعة الذي لم يتمكن من حماية نفسه يوما البيعة تسبق الدولة الحديث مع الدكتور زيدان لا يمل فلنأخذ الواحد الثاني من حديثه إذ يقول بل وتسبق أي البيعة الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويستشهد على ذلك بقوله فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقدا حقيقيا تاريخيا انتهى يقصد عقدا اجتماعيا كما قال إذن البيعة قد تمت مرتين في العقبة الأولى والثانية من الأنصار للنبي وبذلك تسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول ولا تفهم الغرض من وضع قاعدة لا تعمل منذ أن وضعت فالخلافة على مدار التاريخ الإسلامي كله كانت تقوم على الوراثة إلا في عصر الخلفاء الراشدين وحدهم حيث تولى كل خليفة بأسلوب وطريقة فريدتين لم تتكرر مع سواه فلم يخدع تولية منصب الخلافة في زمن الراشدين لأي آلية أو لقاعدة منتظمة وهو ما يعكس ارتباك تلك الفترة وعدم وضوح شكل الدولة أو نظام تداول السلطة فيها أمام أصحابها ولا تجد هنا أي تفائدة لكون البيعة تسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية لأنه لو كان الأمر كذلك لظهر معها قواعد لتداول السلطة ولنظام الدولة وشكلها وهو ما لم يحدث مما أدى للارتباك في تداول السلطة وإلى قيام نزاع مسلح بدأ في الفتنة الكبرى ثم الجمل ونزاع علي ومعاوية في حرب أهلية ونعرفها بالفتنة الكبرى تنييزا لها عن فتن أخرى تملأ صفحات تاريخنا الإسلامي السياسي ولم تستقر الأوضاع إلا بعد قيام الدولة الأموية على فكرة الملكية وتداول السلطة بالوراثة أو بالغلب والقهر وكانت البيعة مجرد إجراء شكلي يعبر عن خضوع الرعية لأن البيعة ليست آلية انتخابية كما يحاول زيدان أن يلقي في روع المسلمين المسالمين الطيبين البيعة لم تكن وسيلة اختيار الحاكم لأن الحاكم يكون معروفا قبل البيعة فالبيعة لا تكون إلا لخليفة فتولي الخلافة أسبق من البيعة في إجراءات تولي الحكم ويريد زيدان هنا أن يفهمنا أن اللاحقة هو الذي أنتج السابق رغم أن البيعة تكون للحاكم بعد تعريفه وإعلانه وتوليه الكرسي فعلا وحتى بعد استقرار الدولة في المملكة الأموية والعباسية لم ينجح الفقه في الاستقرار على طريقة تداول السلطة ونظامه ولم ينجح في تحديد شكل هذه الدولة وجعل كل شيء جائزا لغياب فلسفة السياسة التي تحدد أهداف الدولة والعلاقة مع المحكومين لغياب دستور ونظام موحد للحكم رغم نجاح شعوب قديم قبل الإسلام بقرون طويلة ولم يستفد المسلمون منها وكان أقربها إليها النظام الروماني الدستوري كل ما يقوله الفقه لنا جاء في روضة الطالبين نفس الباب السابق وتنعقد البيعة بثلاثة ثرق أحدها البيعة كما بايعت الصحابة أبا بكر الصديق رضي الله عنه والطريق الثاني استخلاف الإمام من قبل الإمام القائم وعهده إليه كما عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه وانعقد الإجماع على جوازه والاستخلاف أن يعقد له في حياته الخلاف بعده فإن أوصله بالإمامة فوجهان حكاهما البغوي ولو جعل الأمر شورى بين اثنين فصاعدا بعده كانك الاستخلاف إلا أن المستخلف غير متعين فيتشاورون ويتفقون على أحدهم كما فعل عمر فجعل الأمر شورى بين ستة اتفقوا على عثمان رضي الله عنه وذكر المارودي أنه يجوز العهد إلى الوالد والولد وفيه مذهبا وأنه لو عهد إلى جماعة مرتبين فقال الخليفة بعد موتي فلان وبعد موته فلان وبعد موته فلان جاز وانتقلت الخلافة إليهم على ترتيب ما رتب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستلاء سبق سرته في بيعة المتغلب وفي حالة بيعة المتغلب لا معنى للبيعة فسواء بايعته أم لم تبايعه فقد جلس هو واستراح على الكرسي هو لا ينتظر التمثيلية الإسلامية الهزلية إلا لإثبات السيادة والسيطرة وخضوع شعبه وإقراره بذله هي تهنئة وتباريك وإعلان إذعان وطاعة وفي حالات البيعة الثلاث لا وجود هنا للناس ففي أنواعها تنعقد البيعة بعد تولي الخليفة بالاستخلاف أو بالشورى أو بالتغلب هذا رقم واحد ثم تأتي البيعة في الترتيب رقم اثنين والبيعة بهذا المعنى لا تضف الشرعية على النظام بقدر ما هي إعلان خضوع الناس للحاكم الجديد هي إعلان إذعان أعلني ويحاول الدكتور زيدان جعل البيعة مبدأا إسلاميا مقدسا تم سكه قبل إقامة الدولة في عهد النبي وهو منطق مرضود عليه بمنطقه هو نفسه لأنه إذا كانت البيعة هي التي تضف المشروعية على الحاكم وأن البيعة سبقت إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية لأن رسول الله حسب اعتقاد المسلمين لم يكن في حاجة للبيعة بهذا المعنى لأنه نبي ليس بحاجة لمن يضف الشرعية على فعل أو قول من أقواله فالنبي مختار من السماء ويدعمه الرب وليس بحاجة للسمداد الشرعية من بيعة بشرية ينشئ بها الرب لنفسه دولة إسلامية على الأرض كما أن البيعة لم تؤدي إلى إجماع كل الناس على الإله الإسلامي فلا زالت الأرض تتقاسمها أديان شتى لأن زيدان إن قصد بالبيعة مفهوم الانتخاب المعاصر فهو يعني الاختيار بين بدائل والرسل لا يأتون باختيارنا بل من السماء بايعناهم أم لم نبايعهم وبيعة البشر لا تعطيهم شرعية لهم ولا لدولتهم البيعة في الخبرة النبوية فماذا عن بيعتين العقبة كما يقول بعقد تاريخي حقيقي بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية بنص كلام الدكتور زيدان ألا يعني ذلك أن الانتخاب أي البيعة الإسلامية كانت المفهوم الأعلى والأرقى لأنها تحققت في الواقع كعقد اجتماعي وسبقت مفاهيم رسو التي كانت مجرد كلام غيبي بل وسبقت وجود الدولة وإنشاءها مما يعني إعطاءها قيمة عليا أعلى من الدولة فهو يقول عن هذا العقد الذي تم في العقبتين تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية في حين أن فكرة العقد الاجتماعي عند روسو مثلا في الفكر الغربي الحديد كانت تبريرا غيبيا لا نصيب له من واقع انتهى يبدو الكلام هنا قويا مدعما ببيعتين حدثتا على الأرض بل وقبل إنشاء الدولة لكن الخطأ الوحيد هنا أو التلبيس على المسلمين هو أن كل الكلام يبدو صحيحا خاصة وقائعه التاريخية التي لا يمكن إنكارها لكن ما يمكن إنكاره بل يجب إنكاره أن بيعتين العقبة كانت لمحمد صلى الله عليه وسلم لإنشاء دولة وهنا خلط للأوراق الذي يفوت على العين التي لا تدقق فيما يسوقه لنا سادتنا أهل الدولة الإسلامية فلم يكن هناك أي اتفاق في البيعة على إنشاء دولة بموجب تلك البيعة ولا توجد أي بيعة في الإسلام منشئة للدولة كما يزعم الدكتور زيدان هو يريد تأكيد أن الإسلام دين ودولة وليس مجرد دولة بل دولة مستكبلة الشروط والأركان التي وصلت إليها الدولة المعاصرة المتفوقة وهو في واقع الخبرة الإسلامية لا وجود له بالمطلق لأن الإسلام كما جاء كان دينا للحياة وللآخرة بالعبادات والثواب والجزاء نعم حدثت بيعات وليس بيعتين فهناك العقبة الأولى والعقبة الثانية وبيعة الرضوان المسمى ببيعة الشجرة في الحديبية لكن أي منها لم يرد فيه شيء عن الدولة ولا السياسة ولا نظام الحكم ويبدو لنا أن الإسلاميين لديهم شيء من الارتباك والتخبط في هذه المفاهيم حتى إن الدكتور زيدان نفسه يفسر البيعة لنا ثلاث مرات كل مرة بمعنى مختلف فالمعنى الأول في قوله إن البيعة هي مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي انتهى وفي قوله فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقدا حقيقيا تاريخيا تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعي ناضجة انتهى وأن هذه البيعة كانت من أجل تحقيق رسالة سامية انتهى وهكذا لم تعد البيعة مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي لأن الهدف في القول الثاني هو من أجل تحقيق رسالة سامية أي إنها كانت شأنا دينيا صرفا داعما للرسالة كي تتحقق فهي مرة عقد اجتماعي تأسست عليه الأمة ومرة كانت أساسا لتأسيس المجتمع السياسي الإسلامي ثم مرة تحقيق لرسالة سامية إن دقة المفاهيم عند حضراتهم مفقودة بالمرة للتدقيق نعود إلى ما حدث ليلة العقبة الأولى وليلة العقبة الثانية التي نركز عليهم الدكتور زيدان نبحث عن الدولة أو عن العقد الاجتماعي وعن الإرادات الإنسانية الحرة وعن عقد تأسيس المجتمع الإسلامي وأيا ما نجد منها سيكون في صف الدكتور وإخوانه المسلمين وعسانا نجد خيرا نقرأ حوادثه سنة الحادي عشر للهجرة في أي كتاب من كتب السير والأخبار والحديث ولنأخذ هنا من المنتظم إذ يحدثنا أن من حوادث هذه السنة أن 12 رجلا لقوه صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهم أسعد بن زرارة يذكر الأسماء حتى عوين بن ساعدة فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى ويقول ونحن 12 رجلا أنا أحدهم فبايعناه على بيعة النساء على أن لا نسرق بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصاه في معروف وذلك قبل أن تفرض الحرب قال صلى الله عليه وسلم فإن وفيتم بذلك فلكم الجنة وإن غشيتم فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب انتهى هذه حكاية بيعة العقبة الأولى على اتفاق بين الرواة في كتب السير والأخبار والحديث والتفسير أن لا يشرك بالله ولا يزنون ولا يقتلون ولا يكذبون وكلها بنود لشأن ديني أخلاقي بحت كلها تأكيد من أصحابها قبول الإسلام وشروطه دينا يؤدي لدخول الجنة أو النار أمر الناس فيه مفوض لرب الدين إن شاء غفر وإن شاء عذب فأين هو الفكر الواعد جديد؟ إن منطوق هذه البيعة يوعز بشدة أن مجتمع العرب كان مجتمع فسق ورذيلة وفجور وانحلال وفساد حتى يحتاج الأمر إلى هذا اللقاء التعهدي المبايع على التخلي عن أخلاق الجاهدية وفسوقها والتخلق بأخلاق الإسلام منطوق البيعة ليس فيه ما يشير بالمرة إلى تأسيس مجتمع سياسي إسلامي وليس فيها أي عقد اجتماعي يؤسس أمة أو مجتمعا لأن المجتمع كان قائما موجودا ولن يقيمه 12 رجلا هذه البيعة كانت إشهار إسلام ودخول في الدين الجديد ثم فيها تعرفهم ببعض يسير من مبادئ وشؤون دينهم فلم تكن الحرب أي الجهاد قد فردت بعد ولم يكن الدين قد اكتمل فحتى الدين نفسه تعاهدوا على بعضه وهو الجزء الذي كان يعرفه النبي حتى حينها في الزمن المكي الذي لا يحوي إلا على اليسير من مبادئ الإسلام وقيمه وتشريعاته ونصوصه ومعظمها نصخه الزمن المدني في يترب الذي لم يتعاهد عليه هكذا كانت بيعة العقبة الأولى تحديد هدف الدين بالسعي في الدنيا للحصول على رضى الله لدخول جنته وليس لإنشاء دولة ذات سلطة وسلطان وملك يتناصر حوله الناس أو يتصارعون فماذا عن العقبة الثانية؟ قال كعب بن مالك خرجنا في حج قومنا حتى قدمنا مكة أوعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أواصد أيام التشريق فلما فرغنا من الحج كانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمر بن حرام وكنا نكتم من معنا من المشركين من قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن نحو ثلاثة وسبعين رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيب بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمر بن عدي وهي أم منية فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له فلما جلس صلى الله عليه وسلم كان أول من تكلم العباس المشرك فقال يا معشر الخزرج إن محمدا منا حيث قد علمتم أي يقصد قرابته وقبيلته وليس دينة وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه الحديث هنا عن حماية ومنعة النبي من قبيلة قريش رغم عدم إيمانهم به وإنه قد أبى إلى الانقطاع إليكم واللحوق بكم لم يقل كما أمره الله بذلك فهو لا يؤمن بدين محمد ولا يرى إلا الوقائع انتهى القضية المطروحة هنا أن العباس بن عبد المطلب يعلن للأنصار أن محمدا لا نتبع دينه ولا نؤمن بنبوته ومع ذلك نحميه لأنه ابن قبيلتنا ونحن نحافظ عليه في مكة ونحميه طبقا لتقاليد القبائل البدوية ولكنه رغب في اللحوق بكم والهجرة إليكم المطروح هنا هو مسألة حماية محمد صلى الله عليه وسلم وضمان أمنه وسلامته لذلك كانت الكلمة الأولى للعباس غير المسلم لكنه عم النبي نكمل الاستماع إلى العباس مستطردا فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه أي الهجرة إليهم ومانعوه ممن خالفه كانت حرية العبادة مكفولة وموفورة حتى هذه اللحظة ولم تكن الآيات المدنية بهذا الشأن قد وصلت فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم أي الهجرة فمنذ الآن دعوه فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده انتهى العقبة الثانية إذن كانت تمهيدا للهجرة نجح فيها العباس الكافر في تحقيق الغرض منها وهو توفير الأمن لمحمد عند هجرته ليثرب لأن كعب بن مالك يستطرد فقلنا إنا قد سمعناك وسمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله واخذ لنفسك وربك ما أحببت قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتل القرآن ودعا إلى الله تبارك وتعالى ورغب في الإسلام ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذي بعدك بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب والحلقة ورثناها كابرا عن كابر انتهى هو اتفاقية دفاع مشترك ستقوم فيها حروب مقبلة سيقودها النبي لذلك كان هذا الاتفاق واللقاء سريا تسللوا إليه تسلل القطى لأن قريش كانت هي المستهدفة الأول لأن يثرب كانت تقع على عصب الطريق التجاري إلى الشام وبعد الهجرة قطع المسلمون من يثرب هذا الطريق وحاصروا مكة اقتصاديا لتركيعها لذلك أكد البراء أن أهل يثرب هم أهل الحرب والحلقة لقد قبل الأنصار تولي مهمة حماية النبي وتأمينه عند هجرته إليه يستمر كعب بن مالك في روايته فيقول فاعترض القول البراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا ونحن قاطعوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعن ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بل الدم الدم الهدم الهدم أنتم مني وأنا منكم وحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم انتهى إنها بيعة اتفاق على الدم والهدم والحرب وأن لا يتخلى الأنصار عن نبيهم ويمنعونه كما يمنعون نساءهم وأطفالهم حتى يشتد أمره وتقوى شوكته وعليه أيضا عندما يقوى شأنه أن لا يرتد عنهم ويتخلى عنهم ويعود إلى بلده هذه هي العقبة الثانية بتفاصيلها ليس فيها شيء عن دولة ولا انتخاب ولا تصويت ولا دستور ولا ديمقراطية ولا أي شيء مما يريد الدكتور زيدان أن يوهم به القارئ المسلم للرواية بقية فيتابع ابن مالك وقال صلى الله عليه وسلم أخرجوا اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقال ابن إسحاق فخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حرام أن رسول الله قال للنقباء أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء كفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومه قالوا نعم انتهى الرواية توضح أنه حتى ذلك الوقت وهذا الاتفاق كان للانصار أحياء أي قبائل ولها زعامات مستقلة سوف تتكفل بتنفيذ بنوذ هذا الاتفاق الدفاعي أو الهجومي المشترك وأن هذه الزعامات كانت اثنتين عشر لأن مجتمعهم كان قبليا عشائريا وليس دولة ذات قيادة واحدة بنظام تراتبي إداري هرمي كما هو أبسط نظم الدول المجاورة منذ ألوف السنين يقول ابن مالك وقام منهم العباس بن عبادة بن نطلة موضحا لهم ملخص ما تم الاتفاق عليه فقال يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال إنكم تبايعون على حرب الأحمر أي اليهود والأسود أي قريش من الناس فإن كنتم ترون أنكم إذ نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخدوه فهو والله خير الدنيا والآخرة قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف انتهى أين هنا الدولة؟ العقبة الأولى كانت تمهيدا للهجرة وكانت اتفاقا سريا غير علني والدول غير سرية العقبة الثانية سرية لتنفيذ الاتفاق ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفضوا إلى رحالكم فقال له العباس بن عبادة بن نطلة والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن غدا على أهل منا بأسيافنا فقال صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بعد فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا فلما غادت علينا جلة من قريش جاؤنا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرش انت قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي أضغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينكم فانبعث من مشركي قومنا من يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء وما علمنا قال وصدقوا ولم يعلموا مرة أخرى أين هي الدولة؟ العقبة الأولى كانت تمهيدا للهجرة وكانت اتفاقا سريا غير معلن والدول غير سرية العقبة الثانية سرية بدورها لتنفيذ الاتفاق السري الهدف هو تكوين حلف عسكري ضد الأحمر والأسود من الناس حلف هجومي وليس دفاعيا وليس أكثر من هذا الكلام الأهم في العقبة الثانية هو الذي تم طرحه هو كلام العباس الكاثر نيابة عن بني هاشم الكفار في بيعة تأسيس لمجتمع إسلامي كيف يتفقان أو يلتقيان؟ الاجتماع ببساطة كان لتأمين الهجرة وتكوين الجيش الهجومي الذي سيأخذ منه كل طرف نصيبه من الصفقة أو البيعة ولا علاقة لها بروسو وبعقده الاجتماعي لا من قريب ولا من بعيد ولا بتأسيس مجتمع سياسي إسلامي لأنه كان يرأسه كافر هو العباس وإلا لو أقررنا بذلك فلا بد أن نقر بما يترتب عليه وهو إمكانية وصول غير المسلم إلى رئاسة المسلمين بالقياس فهل هذا المطلب الرفيع والسامي هو ما يطلبه سيد الدكتور؟ فلنتابع لمزيد من الفهم والتدقيق البيعة كعقد اجتماعي يقول الدكتور زيدان إن البيعة هي مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي انتهى وهي من العبارات العجيبة التي تلقى هكذا دون تدقيق في القول حتى يكون مفهوما فهل سيؤسس الدكتور زيدان بالبيعة مجتمعا سياسيا إسلاميا من فراغ؟ أم في مجتمع قائم؟ أم هي السير على السنة كمن فصل النبي وأتباعه عن مجتمعهم ثم أخذوا في التغذي على المجتمع الجديد والتهامه إما بدخول أفراده في الإسلام أو خضوع القبائل للقوة الجبرية؟ إنه يحدثنا عن مجتمع كالتقب الأسود يظهر فيلتهم ما حوله إن أي انفصال عن أي مجتمع يعتبر في نظر أهله خيان للمجتمع وللوطن والدكتور زيدان يريد تكوين مجتمع يتم صلخه من المجتمع القائم وهو ما يحمل في طياته تكفير المجتمع كله لأن مجتمعنا ليس المجتمع السياسي الإسلامي المطلوب إنهم يأخذون المواطنة من الولاء لمجتمعه ووطنه للولاء إلى كيان هلامي معاذ غريب محارب لوطنه وأهله وناسه يفصل الناس عن مجتمعهم ليعود بهم إلى طريقة حياة مخالفة ليتم التفجير والتدمير ونتساءل مندهشين من أين أتانا الإرهاب؟ كيف يمكن القول اليوم إن التصويت هو البيعة وإن تصويتنا مقدس لأنه يقوم على فعل مقدس تم في العقبة الأولى والثانية دون أن يكون في الأولى لا سياسة ولا دولة ولا شورى ولا ديمقراطية كان الكلام عن الدين والعبادة والجنة وليس للحصول على دولة وفي الثانية كانت شديدة التكتم والسرية لأنها كانت تأخذ إقرارا وتعهدا من رؤساء قبائل 12 أنصاريا لا تجد هنا دولة هنا حوار قبلي وليس حوار دولة الدولة عندما تتعاقد تتعاقد مع رئيس واحد وليس 12 رئيسا لا يوجد نظام هرمي يعطي الرئيس فيه تعليماته للدرجات الأولى من السلم لنقلها للدرجات التحتية الأوسع أما الآيات التي جاءت بشأن البيعة فقد جاءت تالية للبيعة وليس قبلها لتوافق عليها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا الفتح 18 أو إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما الفتح 10 ليس هنا أيضا دولة ولا ديمقراطية ولا مؤسسات ولا هيئات لا شيء هي برقيات تهنئة وتبريكات سباوية ليس أكثر وليس فيها فرض للبيعة على المسلمين حتى ينشئوا مجتمعا سياسيا إسلاميا كما يريد زيدان يعني المسلمون عملوا بيعة جاءت الآيات وقالت إنما فعلوه هو عمل حميد ليس أكثر كل هذا كان عندنا بينما روس كان هيمانا في غيبيات العقد الاجتماعي لماذا كل هذا الجهد الذي يبذله زيدان وإخوانه بلطائل لماذا؟ لماذا يكون الدين هو معيار الديمقراطية؟ كل هذا الجهد لأن أهل الدين كأصحاب مصالح لن يتنازلوا بسهولة لكني أعتقد أن هذا اللون من الخطاب الذي بين أيدينا هو زفرتهم الأخيرة انظر اختياره للألفاظ للتعبير عن دلالات لا تعنيها بالبرة فالبيعة هي ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وأداة إعلانه الالتزام بالمنهج والشريعة والشورى انتهى عندما يقول رجل أكاديمي قولا فلابد أن يعنيه لا أن يعتمد على انتشاره في المخيلة الجماعية لكثرة الترديد والتكرار فإذا كانت البيعة ميثاقا فلابد أن يكون هذا الميثاق مكتوبا خاصة مع تعلقه بأمر مصيري يمس تأسيس المجتمع الإسلامي السياسي يمتد بامتداد الإسلام وأن يكون هذا الميثاق موضحا به كل ما قدم الدكتور زيدان خاليا من الغموض ومبينا لأسس ذلك المجتمع وعوامل قيامه بالتفصيل الدقيق وقد قرأنا المكتوب في كتب السير ونصوص القرآن دون أن نجد لهذا الميثاق ذكر إن نفس الكتب تعرف ما هو الميثاق لذلك دونت بنود المواثيق للتاريخ حتى اليوم مثل ميثاق صلح الحديبية بندا بندا وشرطا شرطا وكان لهذا الميثاق مدة زمنية وليس أبديا فكانت مدته عشر سنوات فقط ومع ذلك دونه لنا التاريخ الإسلامي فإذا كانت البيعة ميثاقا ونظاما أبديا في السياسة الإسلامية فلماذا لم يتم تدوين بنود هذا الميثاق بالمرة في أي مرجع إسلامي لأن هناك فرقا بين الحديبية ووثيقة البيعة البيعة هي الأهم ومع ذلك ذكر التفاصيل الحديبية بكل دقة رغم أننا لن نطبق الحديبية اليوم وهي المدونة بندا بندا ونريد أن نطبق البيعة وليس لدينا وثيقتها لا في القرآن ولا في حديث ولا في كتب الروايات الإسلامية التي يدعيها الدكتور زيدان لماذا لم يخبرنا الله بتفاصيل هذا الميثاق إذا كان له كل هذه الأهمية في دين المسلمين لماذا لم ينزل على نبيه آية الميثاق أو صورة الدستور؟ إن قوله إن البيعة ميثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وبما أن هذه البيعة قد تمت في الخبرة الإسلامية زمن الرسول فالنتيجة المحتمة هو أن ما لدينا الآن مجتمع سياسي إسلامي وهو ما يرد طلبه إنشاء هذا المجتمع لأنه قد تم إنشاؤه بتلك البيعة لكن لو أسمينا مجتمعنا بالمجتمع السياسي الإسلامي فعليه يمكننا افتراض مجتمع مسيحي سياسي أو مجتمع بوذي سياسي أو مجتمع هندوسي سياسي ويكون لهذه المجتمعات خصوصياتها المغايرة لخصوصيات المجتمع الإسلامي وحتى لا يحدث أي خلط يشوب مغايرة مجتمع المسلمين ومخالفاته للمجتمعات الدينية الأخرى خاصة مع وصف مجتمعنا تبييزا له بالمسلم لم يضع الدكتور زيدان تعريفا دقيقا لهذا المجتمع ولا وضعه غيره من متأسلمين أو إخوان حتى يمكن للمجتمع إجراء عمليات الفرز والتجنيب للمجتمعات لمعرفة مسلميها من غير المسلمين لنعرف مثلا موقع المسلمين الذين يعيشون في الغرب الكافر والشرق الوثني وهي ضيار حرب جميعا هل يشكل هؤلاء جزءا من المجتمع الإسلامي المقصود؟ أم إنهم مواطنون يعيشون في أوطان؟ أم إنهم يعيشون جاليات بدون هوية؟ وهل ستنطبق قواعد المجتمع المسلم كالبيعة والشور على تلك الجاليات؟ هل يذهبون للتصويت في بلادهم حسب الأنظمة المعمول بها في الديمقراطية؟ أم سيعطون الرئيس بوش البيعة؟ أم تراهم سيبايعون ابن عاكف وابن قرضاوي بغض النظر عن الأوطان؟ أم يجب عليهم الانتظار حتى يقوم سدنة الإسلام بالاستقرار على تسمية الخليفة المقبل للمجتمع الإسلامي وساعتها يبايعونه؟ أم تراهم سيختارون فيما بينهم من يبايعونه ويعطونه الولاء؟ أم سيختارون هاني السباعي أو أبا حمز المصري أو أبا قتادة أو أبا فصادة؟ أم سيعيشون في الغرب ويعطون ولاءهم لخليفة من بلادنا جاري البحث عنه؟ وعلينا انتظار اتفاق الفرق الإسلامية ربما ألف وأربعمائة عام أخرى ضائعة كالتي ضاعت؟ كل هذه الأسئلة بلا إجابة لأن الألفاظ بلا معنى وبلا ضابط كلها كلام نظري لطيف لا علاقة له بواقع كلها خيلاء وشعل وفخر بمجتمع غير موجود ولم يوجد قط البيعة كالتزام بالإسلام هنا يتضح لنا أن الدولة المطلوبة باسم البيعة هي دولة لاستبداد عينه إنهم من الآن وقبل أن يستبدوا بنا مرة أخرى يقومون بتقديس وسائل الاستبداد وأدواته ليسلم بها المسلمون بحسبانها دينا وإسلاما ألا ترونه يقول أن البيعة هي مثاق تأسيس المجتمع لا بل وهي أداة إعلان الالتزام بالمنهج والشريعة والشورى ألا ترون معي أن البيعة لا يصح أن تكون أداة إعلان الالتزام بالمنهج والشريعة بمنطق الإسلام نفسه لأن إشار الإسلام والنطق بالشهادتين يحمل ذلك الالتزام ويتضمنه فهو جزء في مبناه بمجرد الدخول في الإسلام يعني الالتزام بمنهجه وشريعته وأحكامه والحاجة لبيعة لتحقيق ذلك الالتزام بالإسلام يعني شعورهم أن هناك من سيفرض حكمهم وذولتهم وهنا يتم اعتبار هذه المعارضة عدم التزام بالإسلام لذلك يكون النقوص عن البيعة نقوصا عن الإسلام ولو كان الأمر بهذا المنطق صحيحا أي أن البيعة موضوع لإلزام المسلم غير الملتزم لترتب على ذلك أن تكون البيعة ركنا من أركان الإسلام تجعل الناس يلتزمون بشريعته ونظامه ويصبح الإسلام بلا بيعة هو والكفر سوا كل هذه الإضافات في دين الإسلام يفعلونها ببساطة لأنهم يتحدثون باسم الإسلام ولا شرعية معهم لذلك بينما البدعة المكروهة في الإسلام هي الزيادة في الدين على اتفاق الفقهاء إنهم أيضا يعلمون هذا ومع ذلك يفعلونه إن الدين ليس هو غرضهم ولا هو هدفهم إنما هو الكرسي الأعظم في الوطن المصيبة أن البيعة بهذا الشكل الذي يسوقه لنا الدكتور زيدان ليست ركنا سادسا في دين الإسلام فقط بل هي الحاكمة على الخمسة أركان الأساسية التأسيسية التي نعرفها فهي شرط إلزام وتنفيذ الدكتور زيدان يكتب لنا شكات بدون رصيد غير قابلة للصرف ويريد توقيعنا في المقابل على بيعته فإذا كانت البيعة فرضا فلماذا احتاس أبو بكر في السقيفة؟ لماذا لم يقل أن البيعة فرض كما قال الخلافة في قريش وكما قال الأنبياء لا يورثون؟ لماذا لم يحلها أبو بكر دفعة واحدة كما فعل بالحديثين السابقين؟ لو كانت البيعة ركنا إسلاميا ومثاقا معروفا مفروضا لفرضها أبو بكر بحديث نبوي ثالث وإذا كانت الخبرة النبوية والخبرة الإسلامية مصدرا هاما كأحداث واقع وليست تنظيرات فلسفية كما عند روسو فكيف جاز له أن يقول إن البيعة هي أداة إعلان المجتمع الإسلامي الالتزام بالمنهج والشريعة والشورى؟ ألا يرى أن البيعتين التي كانتا مناط حديثه أي العقبتين كانت قبل اكتمال الشريعة وقبل الهجرة وقبل نزول آية الشورى أصلا؟ إن البيعتين ببساطة كانتا حلفا هجوميا يكون فيه النبي هو الزعيم الديني كانت البيعتان قسم ولاء للنبي والدين لا للدولة فلم يكن هناك دولة ناهيك عن كون البيعة لم تلزم من أعطاها بالإسلام فلم تثمر مع المنافقين مثلا لأن الدين اقتناع وليس إعلانا بالبيعة زيدان يعلم أننا أسلمنا سلفا لكنه يريد مننا الحلف والقسم بصدق إسلامنا بإعطاء البيعة المصيب هنا أن الهدف الحقيقي من البيعة قد اختفى وراء هذا الركام من الكذب والتلفيق إن الخليفة جالس سلفا في الصورة وحوله خلفيته طاقم محترف من تجار الدين ينتظرون البيعة التي أصبحت شأنا مقدسا لأنها ركن سادس للإسلام يضمن بقية الأركان إن الحديث مع هؤلاء القوم له لدة كشف الباطل ومحاكمة الفاسد وتعريته لكشف مدى استهانتهم بديننا وبناسنا مدفوعين بالرغبة في تحصيل السيادة السلطانية انظر مدى الخلط بلعبة الثلاث ورقات الفاسدة يقول البيعة أداة إعلان المجتمع المسلم التزامه بالمنهج والشريع والشورى بينما الإيمان ومقياسه وكميته شأن لا يمكن معرفته لذلك الإيمان شأن فرضي تماما لذلك كان يوجد منافقون زمن النبي ومع الإيمان يكون الالتزام بالشريع من عدمه أما البيعة فهي شأن جماعي لا يؤثر في صدق إيمان الأفراد فالإيمان لا يتعلق بالمجتمع الذي تريدونه إسلاميا إنما يتعلق بالفرض وحسب العقيدة الإسلامية فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى فسوف يحاسب الله الأفراد لأنها أمور تخص الفرض وحده وتعود نتائجها عليه وحده دون مسؤولية على المجتمع أو على الحاكم أو حتى على النبي فالمسؤولية الدينية شأن فردي ليس جماعيا فلا البيعة ولا المجتمع بقادرين على إلزام أي فرض بإيمان معين ولا بدين معين حتى أن النبي المؤيد من السماء لم يستطع أن يرزم أعمامه بالإيمان لأنه في الزمن الملكي لا إكراه في الدين حتى لو كان بالبيعة فقد حضر عمه العباس البيعة وكان كافرا أسلم العباس قبل فتح مكة بساعات البيعة كتمكين للأمة قال زيدان إن البيعة هي صيغة تمكين الأمة لا خضوعها قبل الدولة وبعدها انتهى ألا ترون حجم الكذب على التاريخ؟ ابحث في تاريخنا ما شاء لك البحث فلن تجد هذا التمكين للأمة يوما في عهد من من خلفائنا العظام كانت الأمة متمكنة وغير خاضعة من أين لهم هذه القدر على التزييف ليأتي بهذا التعريف الذي يجعل الأمة متمكنة من الدولة وليست خاضعة من سن هذا من الخلفاء؟ راشدون أو غير راشدين؟ أو أين يمكن أن نجد هذا في كتب السيرة أم التاريخ الإسلامي أم الفقه؟ أين تحديدا؟ لن تجد شيئا بين يديك يدل على هذا المعنى ولو من باب التأويل إنه يقصد تمكين أهل الدين فهم كل الأمة هم حراس الدين ومن يؤتمن على الدين يؤتمن على الحياة بالضرورة أما حكاية الأمة التي يرددونها طوال الوقت فإن زيدان لا يعرف معناه ولا الصحابة عرفوا معناه ولا النبي قال لنا شيئا عن معناه ولا أحد منهم شرح لنا وقال ما هي الأمة المقصودة وأين هي وأين تقيم؟ الغريب هذا الاشتراء على مستقبل البلاد والعباد بينما لا توجد قاعدة واحدة واضحة ثابتة مدونة بدقة قانونية لتمكين الأمة تنصيب الخليفة أو خلعة ولو كانت مثل تلك القاعدة موجودة ما حدثت الفتنة الكبرى لأنه بموجبها كان الجميع الصحابة وعثمان يعرفون ما يجب فعله إما خلعه وإما بقاؤه واستسلام كل المسلمين للقاعدة مع خليفتهم وطاعتها دون قتل وقتال وفتن لم تكن هناك قاعدة توضح هذا أو ذاك إذا كانت دولة كما يزعمون فالمعنى أنها كانت دولة بلا رضام لأن الإسلام لم يقصد إقامة رضام دولة بل قصد الدين وحده ولذلك كان لكل خليفة من الراشدين رأي يختلف عن الآخرين في طريقة استلام الحكم وفي علاقته بالمحكومين كل شيخ وطريقته في الشغل ولم يكن هذا الشغل تنويعا مفيدا كما يقول لنا أهل الدين إنما كان ارتباكا عشوائيا ولم تنتظم الدولة إلا بعد الراشدين وأخذ الخلافة بالنظام الرومي وبعض الفارسي وفق ملكية وراثية منتظمة إلى حد ما فلم توجد في الإسلام عمليا في الواقع أي قواعد لوصول أي حاكم لكرسيه الإمام علي كان يريدها دينا وسياسة معاوية لم يشغله لا الدين ولا السياسة وأخذها بيعة متغلب من تمت مبايعته عن رضا من الناس هو علي ولم تمكنه البيعة من الحكم ومن تمكنه هو معاوية إذن البيعة لا بتهش ولا بتنش يضع زيدان البيعة ليس مقابل العقد الاجتماعي عند روسو إنما في مكان أرقى سبق في عمق التاريخ وأنها تحققت في واقع الخبرة النبوية ومع ذلك فإن أصحاب الخبرة في عمق التاريخ هم اليوم في الدرجات السفلة في رتبة الكائن الإنساني بينما أصحاب العقد الاجتماعي الوهمي الغيبي هم من يمثلون رتبة جديدة في فرع الإنسان هي العالم المتمد الراقي بحضارته التي ننفس الغرب عليها وهي الحضارة التي قامت على تهويم العقد الاجتماعي المتخلف الغيبي والفكرة الأساسية في عقدهم الاجتماعي هي التي دفعت زيدان وإخوانه لإعادة فحص ركامنا لاستخراج ما يكون بديلا لها أو ينافسها أو يعادلها أو حتى يشبهها كلاما وهذا أضعف الإيمان فلما لم يجد شيئا قام يقيم مدينته الفاضلة تخيلا ووهما ودليل أنها مجرد أخيل وهلاوس وعدم توصل هذا الخطاب إلى أي جديد يمكن تطبيقه حتى هذه اللحظة زيدان لا يقر بفضل روسو نكاية فيه لأنه سمح لنفسه أن يكون من العلماء الكبار دون أن يشهر إسلامه ودون أن يفهم زيدان أنه سواء أقر أم لم يقر فلن يقدم شيئا ولن يؤخر لأن المجتمعات التي قامت على فكرة العقد الاجتماعي عند روسو قد نهضت بالفعل وأصبحت هي المجتمعات التي توصف بالمجتمعات الحرة وليس المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلامية فالمجتمعات التي تطلق على نفسها إسما دينيا في العالم اليوم هي المجتمعات المتخلفة وحدها العجيب في شأن سادتنا هو عدم إدراكهم ما بأيديهم من متناقضات فبينما يؤكد الدكتور زيدان البيعة كمقدس دونه الكفر يستشهد بأحاديك من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات موت تجاهلية ومن مات وقد نزع يده من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة انتهى يقول لنا وهي أي البيعة ليست ممارسة قهرية بل اختيارية حرة انتهى ثم يدرك الخلل فيبرره بقوله في مهرجان كلامي عجيب والالتزام الديني ببيعة وفق حديث من مات وليس في عنقه ميتة جاهلية يعني ببساطة أن البيعة وإدارة تولي السلطة ووجود إدارة سياسية في المجتمع الإسلامي تنظم شؤونه وتدير مصالحه وشرط التمدن الإسلامي وتجنب الوقوع في الفوضى التي قد تضيع مقاصد الشرع وبالتالي تعود جاهلية إلى آخره انتهى في وسط هذه المتاهة يمكننا أن نخلص إلى أن البيعة يمكن أن تكون اختيارية دون أي دليل شرعي نقلي أو حتى عقلي في مقال المهم أنه يريدها اختيارية لتجنب الوقوع في الفوضى التي قد تضيع مقاصد الشرع إلى آخره وهو ما يعني أن المسلمين قبل ذلك منذ زمن الدعوة وحتى الآن قد عاشوا في فوضى ضيعة الشرع وعادت جاهلية وليس فقط الحكومات في الدول الإسلامية المعاصرة لنقرأ معا كتاب الجهاد من فتح الباري باب إن الله يؤيذ هذا الدين بالرجل الفاجر فيه حديث لأبي هريرة عن قسمان الذي قاتل مع النبي في غزوة أحد وكان شديدا على المشركين وقتل وحده ما قتله الجيش كله فأصيب إصابة شديدة فقتل نفسه من الألم فقال النبي إنه من أهل النار ونعيد كراءة كتاب روضة الطالبين الطريق الثالث لتولي الإمامة فهو القهر والاستلاء فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيع وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا فوجهان أصحهما إن عقادها لما ذكرنا وإن كان عاصيا بفعله انتهى وعليه يمكن اعتبار الخلافة قائمة فلماذا يبحثون عن دولة إسلامية وخليفة لماذا لا يعتبرون حكام المسلمين ممن تصدوا للإمامة بشوكتهم وجندهم وإن كان الحاكم فاسقا أو جاهلا حتى يستقر المجتمع المسلم إذن ليس الدين هو هدف الدكتور زيدان ولا كل كوكبته من إخوان إنما هي السلطة وما أسوأهما من خيارين أمام شعوبنا الحكومة للسبتادية القائمة في الدول الإسلامية أو زيدان ورفقائه ادفنوا موتاكم على عيننا وراسنا كل ألوان الخطاب التدليلي التبجيني لمؤسسة الأزهر لكنني أعتقد أنه مع حركة الإصلاح فلا أحد فوق المؤاخذة أو كبير على المسائلة ومن هنا سأحاول إلقاء نظرة تاريخية على الأزهر للوصول إلى نتيجة نستطيع أن نحكم فيها على أدائه كمؤسسة حكومية وطنية خاصة في ظل مبدأ المواطنة وحقوق الإنسان والتي سنصر طوال الوقت على طلب تفعيلها في واقعنا حتى نصدق ما يحدث وحتى نتفاعل معه ونحترمه إن الأزهر يقوم في مبادئه على أهداف ثابتة وغايات أسمى هي تخريج قادة للفكر الديني هدفهم إنقاذ العالم من الظلمات والأخذ بيده إلى النور أي إلى الإسلام ويقدم للدارسين فيه معارف ومهارات يؤكد أنها الأفضل في العالم كله لأنها موروثة عن الزمن القدسي عندما كانت الأرض على اتصال بالسماء في بلاد أخرى تقع على الجانب الشرقي من البحر الأحمر وأن الرب قد اختار هذه المنطقة وباركها وحرمها وبخاص مكة والمدينة فأصبحت أقدس المواقع على الأرض وأن الله الذي أوحى لعبده هناك هو الأذرى بما يصلح لمخلوقاته منهم وهنا نقول كلاما تقريريا لا بلاغيا إن هذا الفكرة عندما يكون الخلفية والأساس الذي يقوم عليه التعليم الأسهري فهو ما يعني أن هذا اللون من التعليم ظل دون تطور أو تغير أو تبدل أو انفتاح تأسيسا على مسلمة تؤكد أن خير القرون في الزمان كله كان بالحجاز في القرن السابع الميلادي وتقوم المسلمة على حديث نبوي بهذا المعنى فيترتب عليها أن أي تغير يتفاعل مع متغيرات الواقع وتقدم الزمن يعني أن هناك نقصا في مأثورنا وتراطنا الكامل المقدس وحتى لا يكون هناك أي نقد تم تشريع الحدود التي تقنن قطع الأطراف وجز الأعناق والجلد والصلخ في حال التفكير مجرد التفكير بما يتناقض مع تراطنا الخالد أبدا الظهر تفنى الظهور ولا يفنى والمعلوم أن التعليم في بلادنا قد انقطع عن تخصصاته القديمة في جامعات الإسكندرية وأسيود وطيبة ومدارسه المتخصصة في الفنون والعلوم على اختلافها فمع الفتح العربي أصبح التعليم في بلادنا كله دينا وبعضه دين وما يستنتج منه دين وذلك لكفالة طاعة المواطنين لسيادة السلطة تمثل جماعة أو هيئة أو طائفة مهمتها أن تقوم بالتفكير نيابة عن كل المواطنين لأن الوطن ليس بحاجة لتفكير أكثر مما هو بحاجة إلى دين وذم وشرف إلى آخر وتعتبر هذه السيادة السلطوية نفسها العقل المفكر القادر المبدع المتمكن من إدارة كل الشؤون داخليا وخارجيا وذلك لأن العوامة قاصرون عن إدارة شؤونهم بالخلقة والفطرة ومع هجمة الأسلم التي أتتنا مع زوبعة ما يسمونه الصحوة الإسلامية تمكن السعودي ابن عبد الوهاب من إعادة فتح مصر وقام كل أسيادنا من القبور يشيرون لنا كي نسمع ونطيع هكذا قال ابن تيمية وهكذا قال الغزالي وهكذا قال ابن عبد الوهاب وهكذا قال ابن قطب وهكذا قال ابن عاكث وهكذا قال ابن هويدي لقد نهض موت التاريخ ليحكمون مرة أخرى كسادة لنا يقولون قولا مقدسا بعد أن ظلوا يقولون ما ينوف على 1400 عام ظلوا 14 قرنا يقولون وحدهم ولا ينطق غيرهم ومعهم لا قول لشعب ولا لمواطن عبر التاريخ الهباب غير قول آمين ماذا يقول الطالب الدارس وهل مسموح له أن يقول أمام البخاري أو الشعراوي وباقي جحاف لأصحاب هذه الأقوال المقدسة المنزهة وحدها إن الطالب في ظل هذا المنهج التعليمي لن يفهم أبدا أن من حقه أن يقول فهذا شيء عجاب وبدعة ما لها في شرعنا من باب ألا ترون المسلمين في الفضائيات يخاطبون أصحاب القداسة بقولهم يا شيخنا ويا مولانا ويا سيدنا في اعتراف بائس بأن العبودية كحامل لهذه التقافة قد ختمت الأرواح بالذلة والمسكنة ألا تسمعونهم يطلبون الفتوى على الملأ في أخص الشؤون حتى أدخلوهم معنا في مخادع الزوجية ألا ترون مدى الصغار ومدى التمكن من الأرواح والعقول حتى بات الواحد منا لا يخطو خطوة دون أن يعرف فيها رأي مشايخنا وفي المقابل لا بد أن يستشعر الشيخ أنه شخص استثنائي غير باقي الناس فهو سيدهم وهو من يخطط لهم وهو من يضع لهم القوانين ويكون له الحق كل الحق من بعد أن يكفر هذا ويرضع عن هذا أن يشكل خطرا على هذا النظام وأن يضغط على ذلك الفريق ومن ثم أن يلعب السياسة لأن جمهوره يقدسه وهو الفائز بحول الله وكلنا يعلم أن الهدف من إنشاء الأزهر كان هو دعم توجهات الفاطميين بمصر ومع تغير الأنظمة الحاكمة والمداهب المسيطرة تقلب الأزهر في جلسته مع كل جديد على مستوى السلطة وأثبت أنه يمكنه التغير مع المستجدات فانتقل من التشيع الفاطمي إلى المذهب السني في نقلة النقيدة بالكلية ومن بعد ذلك أثبت مرونة مذهلة في التحول والتغير فكان مع اشتراكية عبد الناصر ثم مع الانفتاح الاقتصادي وكان مع الحرب ثم أصبح مع السلام وهي مرونة تحسده عليها كل الهيئات الدينية المشابهة في العالم لكن عندما يتعلق الأمر بحريات المواطنين أو بحقوق الإنسان الأساسية كحق الحرية وحق الاعتقاد وحق إعلان الرأي فإن الأزهر كان يتخذ أشد المواقف تزمتا وانغلاقا وأصولية شديدة المراس وهو أمر يؤدي إلى التساؤل عن سر هذه الاستواجية ما بين أزهر مرن قادر على تطوير نفسه وتطويع الإسلام لما هو جديد وبين وقوفه ضد حقوق المسلمين وحرياتهم الأساسية هل كان موضوع مشايخ الأزهر عبر التاريخ واستمرار الحضوى السلطانية وهباتها اللادونية فقط هل كان مع ما يريد الحاكم حتى لو قهرا واستعبادا ويصبح ضد شعبه عندما يطلب أن يكون المواطن إنسانا كبقية الناس في العالم وإنسانا كريما كرمه الله والملاحد لتاريخ الأزهر سيكتشف أنه رغم كل ما حصل عليه من قداسة ورفعة فإنه لم تثبث عليه يوما اهتمامات وطنية بالمعنى المفهوم من كلمة وطنية ومن كلمة مواطنة لأن لغته واهتماماته وموضوعاته وتاريخه وكل ما يتعلق بشأنه الدعوي يأخذنا إلى وطن أهم وأقدس من مصرنا يأخذنا إلى حيث أسيادنا في الحجاز ولا أتهم الأزهر أنه انشغل يوما بناسنا الذين هم على مختلف الاستلاحات غوغا رعية أهل ذمة أنباط عنوش موالي بقدر من شغل بكيف يوجه العوامة ليدفع لله وللحاكم خراجهم وجسيتهم كما لا أتهم الأزهر بأنه حقق سبقا في ميدان حقوق الإنسان لأنه ضدها حتى الآن وأكثر ما يحز في نفسي كمسلم أن الأزهر لم يسعى مرة إلى رقي الأمة أو دعوتها إلى نقل الحضارة من بلاد المتقدمين إلى بلادنا حتى بعد أن ندرك مدى تخلفه مع مجيء الحملة الفرنسية ومع ذلك لم يطور الأزهر نفسه ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فهو ما كان بالأصل قادرا على تطوير الأمة حتى بعد بونابارت وقف الأزهر ضد كل اكتشاف أو اختراع أو حرية لأن كل ذلك خروج على الإيمان لأنه لم يخرج من لدنهم هم ولا يبقى إلا أن تسألهم ومن أعجزكم عن فعل مثل فعلهم وأن تتطوروا مثل تطورهم هل كان المسلمون سيقولون لكم لا هذا كفر وعبر السنين السوداء السوالف التي كان فيها أجدادنا يرون أرض بصر الطيبة بعرقهم ودموعهم وحتى الآن كان رجال الأزهر هم محل الوجاهة الاجتماعية والوجوه المقدمة تحترمهم الرعية وتجلهم بل تتبارك بهم وتتقدس لكن هذه الرعية التي كانت تقبل الأيدي طلبا للرضى السماوي لم يكونوا موجودين في أجندة مشايخنا لأن مصدر رزق مشايخنا ولأن وضعه بالسيادي مستمد وقائم على عدم الأخذ في الاعتبار بشؤون الرعية في القرارات السيادية لذلك كان رجال الأزهر هم الطبقة الحقيقية الحامية للحكام من أجل استقرار الأوضاع الاجتماعية على ما هي عليه دوما ومن ثم كان الأزهر هو الحام الحقيقي لمنظومة الاستبداد الشرقي في دولة خراج تتركز كل السلطات فيها عند القمة حيث السادة والأشراف والبكوات والفاتحون ولم يكن للشعب سوى دور واحد هو تنفيذ الأوامر والصدع بالفتاوى ودفع المطلوب منه لتقسيمه على مائدة اللئام ثم آل الأزهر في النهاية إلى حليف للحكومات الوطنية أخذ بموجبه مكانا سياديا يتم تعيين شيخه بقرار شمهوري بعد تلقيبه بالإمام الأكبر وبدرجة رئيس وزراء وكلنا يعلم أيضا أنه بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر فإن محمد علي لم يلجأ للأزهر مع عزمه وكارزميته وخططه لبناء مملكة قوية إنما اتجه أولا إلى التخلص من كل مراكز القوى الفاسدة في مذبحة القلعة ثم اتجه ثانيا نحو أوروبا ولم يستطع الأزهر حينها أن يقدم بديلا وطنيا أو قوميا أو دينيا أو محليا للتحضر كالغرب لم يكن عنده ما يفيد به الأمة وينهض بها كان خالي الوفاة كان لا يعرف سوى التخديم على السلاطين وهو ما استمر يقوم به لكن النهضة زمن محمد علي تركته إلى بعث البعثات واستجلاب الخبراء وخطط الإصلاح الغربية فنهضت مصر لتصبح لدا للدول العظمى في عصرها منذ قرنين من الزبان وقامت نهضتها على الانفتاح على العلم بمعناه الحصري الإنساني الكشفي الابتكاري التجريبي وأيامها قال أحدهم لو كان لمشايخ الأصهر أي نفع لأخذهم معه نابوليون إلى فرنسا ولا بد من توضيح بدهية معلومة وهي أننا عندما نتحدث عن الأصهر لا نتحدث عن الإسلام لأنه ليس في القرآن أو الحديث شيء اسمه أصهر أو رجال أصهر وبالنظر إلى حال الأصهر سنجد أنفسنا بإزاء حالة متخفية تتحرك في عالم حفري لأن علماء الأجناس والحضارات يقولون لنا إن أية حضارة سليمة لا بد أن يضيف إليها الجيل الواحد إضافات ابتكارية جديدة تصل إلى نسبة 15% لتفسح المجال للتطور والنمو والازدهار بينما تعلقت قلوب الناس في بلادي برجال الدين فإن رجال الدين في بلادي ما زالت غاية أمانهم أن نعود معهم إلى القرن السابع ميلادي هي دعوة إلى الخلاء حيث لا تاريخ ولا وجود وإذا طالعنا كشف حساب الأصهر في تأدية مهمته التأسيسية وهي حماية دينه ومجتمعه بما له من كرامة مرفوعة وأموال مدفوعة ليؤدي دوره التربوي والديني ولأنه قلعة ديننا الحصينة بالفرض الضروري ليبرر وجوده فإن أظهرنا لم يحصن نفسه ولا مجتمعه ولا دينه وفشل بكل سلطانه القادر في إرساء مبادئ الدين السمحي ومعاني الأمن والأمان أو التطور بالدين ليتماشى مع متطلمات الزمن لقد فشل الأصهر في ذلك ولم يستطع مواجهة الفكر التكفيري بينما من تصدى لهذه المهمة للحفاظ على الدين وعلى الناس وعلى الوطن هم المفكرون الليبراليون الذين يكفرهم الأصهر وإنهم في ذلك أصحاب الفضل العظيم الذي لا ينكره إلا فاسد الضمير والأفاق اللئيم لقد فشل الأصهر لأن الفيروس اخترقه مبكرا بينما أمن الليبراليون من الإصابة عندما تحصنوا بطعم الحضارة لقد فشل الأصهر في أداء دوره لله وللوطن وللناس عندما أصر ولم يزل يسر على مسلمة أن الحق لا يتغير نعم إن الحق والخير والجمال هي قيم مطلقة بين بني الإنسان لكن معيار القيمة نفسه قد تغير بمرور الزمن واكتسبت هذه القيم معاني جديدة وللتبسيط الشارحي أتسأل هل تكون مضاجعة رجل لامرأة رغم إرادتها بحجة أنها جارية أو ملك يمين أو سبية حرب خيرا؟ أم هو هدك عرض علني بموافقة القانون الشرعي؟ وهل يظل القانون الذي يشرع هذا قانونا ملائما اليوم؟ وهل مضاجعة صغيرة البنات حتى سن تسع حسب المبدأ السني المعلوم هو خير اليوم أم شر؟ وهل الفنون الجميل بأنواعها من موسيقى إلى مصرح إلى بالي إلى غناء وطرب إلى فن تشكيلي رصما أو نحتا أو تصويرا مما يرتقي بالحس الإنساني ويؤدي إلى رهافة الروح هل هذا شر أم خير؟ وهل تفجير زوار الحفيد النبوي في مساجد العراق في يوم الجمعة وتمزيق أشلاء الأبرياء من شيعة أو سنة أو نصارى العراق هو خير أم شر؟ يبدو سادتي أن الأصهر بما يعلنه يعيش زمنا غير زماننا وعلينا نحن أن نراجع شؤونه وقبل هذا وذاك أن نراجع فهمنا لقيم الحق والخير والجمال بما يوافق زماننا والعجيب أن الأصهر يراوح مكانه دون أن يلتفت شرقا إلى بلاد المقدسات ليرى الإصلاح وهو يدق أبواب الأرض المقدسة ونوافد محمد بن عبد الوهاب ثم قام الأصهر يصلح ويعالج بعد أن دقت أمريكا عاصمة الخلافة منذرة بقية الأنظمة الخليفية في المنطقة لكن الأصهر قام يصلح بنفس الفكر ونفس الأدوات وذات المنهج والمنطق فهو يعالج بينما هو حامل الوباء ويداوي بالتي كانت هي الداء مشايخنا ما زالوا عند قديمهم لا يدركون أن القيم أيضا متغيرة وأن الحق ليس واحدا وأن الخير والجمال أيضا قد أصبح قيمتين إنسانيتين لا طائفتين بل تشملاني جميع البشر كان يفترض في الأصهر بالنسبة للدين أن يكون كوزارة السحة بالنسبة للمواطنين لكنه عندما لم يتحرك اخترقه الوباء واستشرى فيه وانتشر فإذا برجاله يصطرون فتاوى قتل الأبرياء فيستشهد فرش فودة ويطعن نجيب محفوظ ويقفون ضد الحملة التي قامت للقضاء على عادة ختال الإناث بفتاوى محتشدة ويكفرون بنوك الدولة ويحرمون معاملاتها بما يضرب الاقتصاد الوطني في مقتل فذهب الناس يودعون أموالهم بيوت الأموال الإسلامية برعاية مباشرة علنية دعائية من رجال الدين في بلادنا من شعراوي إلى قرضاوي إلى أزلامهم ممن وفروا للنصوص نهب فقراء مصر وتدمير اقتصادياتها عندما ركن الناس إلى ثقتهم في مشايخهم بإيمان تسليمي خانع خاضع يبحث عن ربح سريع دون بدل أي جهد فكان ما كان وكم حضر أخي وصديقي الراحل ممجداً فرج فوضى من بيوت الأموال ارجع لكتابه الملعوب وقدم فيه الدراسات الوافية بحسبانه اقتصادياً مبرزاً ووطنياً مخلصاً في وقت كان المشايخ يعلنون ويدعون لبيوت الأموال وأيضاً يقبضون أجورهم من هذه البيوت من مال الفقراء وقتلوا فرج بفتواهم وفروا بأموال الناس ولم يقم واحد فقط ممن قبضوا من هذه الأموال بردها حتى تعود لأصحابها من شعراوي إلى قرضاوي وما بينهما وما بعدهما من أسلام ومع ذلك ما زال عوامنا يعتبرونهم السادة والأسياد لقد ظلوا يقولون ألفاً وأربعمائة عام أربعة عشر قرناً البخاري يقول وابن عباس يقول وابن تيمي يقول وبلاد يقول ليضيفوا لإسلامنا ما لم يكن فيه يوماً وكلهم ليسوا بأنبياء لقد قالوا طويلاً وقننوا طويلاً لكن اليوم من سيقول هو نحن الناس وسنقول كل مختلف عن المعلوم بالضرورة وسنعلن كل رأي يضرب الخطوط الحمراء جميعاً ويهتكها هدكاً وسنتجاوز كل الأصوار المانعة القامعة من ثوابت الأمة سنقول مصالحنا ومعاشنا ومستقبلنا وحرياتنا وحقوقنا الإنسانية نريد عندما ينزل المواطن المصري بلداً لا يفتشون حتى ما تحت ملابسه الداخلية نريدهم أن يستقبلوه هاشين باشين حفاوة بإنجازه وعلمه ونبوغه لقد انتهى بنا مشايخنا إلى كاريكاتور دموي ومحله سوء وسخرية واحتقار من شعوب العالم بعد أن وأدوا وقتلوا كل جميل في بلادنا اليوم لم تعد معاهد العلم مكاناً لتعليم الناس الإيمان فهو أمر يحصله الإنسان بنفسه عندما يريد ولم تعد مكاناً يحفظون فيه التراث لأن التراث يحفظ بدار الكتب أو المتاحف معاهد اليوم هي التي تقوم بصنع الإنسان الحي لا الميت ولا المخدر بأحلام أموات لم تتحقق يوماً ولا حتى في زمانها القدسي معاهد اليوم مهمتها أن تعلم الناس ما ينفعهم بالعمل والجهد المنتج المبهج أما التراث وأهله الملتحفون بأكفان الموتى فقد آلنا أن نودعهم اليوم غير آسفين داعين أهل مصر يا أهل مصر ادفنوا موتاكم وبلا عزاء